بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم أهلا وسهلا فيكم طلابنا طبعا بدون مقدمات كتير رح نراجع في هذا الفيديو أو في هاي الحصة رح نراجع مع بعض الوحدة الأولى والوحدة الثانية بوقت قياسي تمام الآن هاي الأوراق اللي أنا عاملك إياها هي مراجعة للوحدة الأولى والوحدة الثانية تمام هي مراجعة للوحدة الأولى اللي هي الاقترانات الأسية والوحدة الثانية اللي هي التفاضل رح نراجع يا جماعة الخير بوقت قياسي ورح نراجع تقريبا 90% من الأفكار الموجودة طب أستاذ والعشرة بالمية اللي بتضل هاي يا سيد العزيز العشرة بالمية عليك أنت تفتح أسئلة أتضربوا أحد المسائل وتصير تحل منهم مسائل زيادة تفتح كتاب التمرين وتحل فيهم مسائل أنت مش حالها من قبل يعني بس حل هيك مسائل بالزيادة فاهم كيف؟ تمام الآن بعد ما نكون هنا هاي الحصة بتكون إن شاء الله إنك راجعت هاي الوحدة بس زي ما حكيت لك بيضل عليك إنك ترجع تحل المسائل مرة ثانية بإيدك وهذا الملخص أنا بعتلكم إياي جماعة على جروب الواتساب تمام؟ اللي مش فايت بجروب الواتساب هاي رقمي 079-09-43-489 بتضيفني على جروب الواتساب ألا تبعتلي على الواتساب وأنا بضيفك على الجروب تمام؟ وبتصير تراجع معنا هذا الملخص فيه جماعة الخير كل الأفكار اللي موجودة في الوحدة الأولى والوحدة الثانية تمام؟ طبعا بالإضافة في عندي امتحان للشهر الأول وامتحان للشهر الثاني كل واحد من خمسين من خمسين عشان تختبر حالك آه ولا مش هستراجعت المادة؟ طيب بدك تشوف حالك فاهم ولا مش فاهم؟ هفي عندي امتحان بخليك تتأكد إنك فاهم ولا لا؟ تمام يا سيد العزيز؟ فالحصة هاي رح تكون شوي طويلة لكن بدي منك كل 25 دقيقة بتمر من الحصة وقف الفيديو وبتروح بتعملك هيك أي شي سريع 15 دقائق وبترجع تكمل عشان تكون طاقتك ها رجعت تجددت تمام؟ فبرضو بحب أذكرك إذا مش مشترك بقناتي على اليوتيوب أو مش حاط لايك للفيديو حط يا حبيبي تمام؟ الان يا جماعة رح يكون الوقت شوي طويل فبدياك تكون مركز معاي أي شي بإيدك ثاني غير الإشي اللي بدك تدرس فيه التليفون اللابتوب ابعدوا عنك مشغل شعرات على التليفون ونطفيل إياهم تمام؟ طيب إذا تركيزك راح وهيك ولا هيك شايفك ترى يلا بسم الله يا جماعة خلونا نبدأ مراجعة الوحدة الأولى والثانية عندنا الوحدة الأولى اللي هي الإقترانات الأسية طبعا هنا أنا كاتب لك إنه بالقوانين أول إشي الإقتران النمو الأسي اللي هو هايو AT تساوي P في 1 زائد RST وهنا كاتب لك إقتران الإضمحلال هايو القانون تبعه إقتران الربح المركب قانونه وإقتران الربح المركب المستمر كاتب لك كل القوانين اللي بنحتاجهم هون تمام؟ طيب كاتب لك تحت إنه الإقتران اللوغريتمي طلع هون شا كاتب لك الإقتران اللوغريتمي اللي في صورة log البي لأكس حيث بي عدد حقيقي وأكبر من صفر تمر جميع منحناتها بالنقطة واحد صفر يعني الإقتران اللوغريتمي اللي رسمته إما زي هيك متناقص أو متزايد بيمر في النقطة اللي اسمها واحد صفر ممتاز والإقترانات الأسية اللي هي في صورة بي أس اكس تمام؟ بتمر جميعها في النقطة مين؟ صفر وواحد يعني الإقتران الأسي اللي رسمته متزايد أو متناقص بيمر غالبيتهم في النقطة صفر واحد دير بالك تتخربط بيناتهم تمام؟ طيب هنا كاتب لك الصورة الأسية اللي هي بي أس واي تساوي اكس وهي الصورة اللوغريتمية اللي هي لقل بي لأكس يساوي واي حكيا هيك بنحولها بي أس واي تساوي اكس حلو الآن التمثيل البياني للاقتران اللوغريتمي تمام؟ هو إنعكاس للاقتران مين؟ للاقتران الأسي حول المستقيم واي تساوي اكس شو يعني يا جماعة؟ يعني هاي أنا عندي محور الاكس وهي عندنا محور الواي حلو؟ الآن هذا الاقتران اللوغريتمي اللي باللون الأسي اللي باللون الأزرق بيجي عكس الاقتران اللوغريتمي هذا اللي باللون الأخضر تمام؟ بيجي عكس بعض فهذا بيطلع لفوق فهذا بيطلع لفوق بس عكسه يعني فاهمين كيف؟ طيب هذا البلون الأحمر هو المستقيم واي تساوي اكس إذن رسمة الاقتران اللوغريتمي ورسمة الاقتران الأسي بيجي حول المستقيم واي تساوي اكس فهو بس لك بالامتحان الاقتران اللوغريتني هو العكاس الاقتران الأسي حول أي مستقيم انت شو بتحكيله المستقيم هو ويتساوي x ممتاز شاطرين يلا ونذكر كمان انه لغ اذا كان جواته واحد جوابه صفر اذا كان جواه عشرة فجوابه واحد اذا كان جواه صفر بنحكي غير معرف ممنوع يكون جواه صفر طيب خط التقارب الرأسي لهذا الاقتران f في الاكس اذا جابلك اقتران زي هيك وحكالك اعطيني خط التقارب الرأسي فهو انك تاخذ اللي جواه اللوغريتم وتساوي بالصفر يعني نحكي x زائد 3 تساوي 0 ناقص 3 ناقص 3 تطلع x تساوي سالب 3 وهي يا جماعة الخير بتكون خط التقارب الرأسي راح نشوفهم بالتفاصيل اكثر طيب قوانين اللوغريتمات طلع علي اذا كان داخل اللوغريتم عملية ضرب يعني لغل b لx ضرب y بقدر اكتبهم لغل b لx زائد لغل b لواي حلو اذا كانت لغل b لx تقسيم y بقدر اكتبها لغل b لx ناقص لغل b لواي طيب لو كانت لغل b مرفوعة لأس بقدر ارجع الأس لورا وبسير بناتهم عملية ضرب تمام هاي هي القوانين اللي في الوحدة الأولى تعالوا نشوف الآن اوراق عمل على هاي الوحدة يلا اول درس اللي هو الاقترانات الأسية بيحكي لك السؤال اذا كان f الاكس يساوي هاد الاقتران اجب عن الفقرات الموجودة حلو بتدور شي خط التقارب خط التقارب دايماً y تساوي k العدد الأخير شو العدد الأخير او العدد الثابت يعني اللي هو سالب 2 صح معناته بتحكيلي y تساوي سالب 2 مش x تساوي y تساوي سالب 2 تمام سؤالي بعدي مدى الاقتران f الاكس هاد الاقتران يا جماعة طلب مني احسب له المدى المدى فيه له نوعين تمام المدى له نوعين حسب معامل الاكس اللي هو اي اذا كانت الاي موجبة او الاي اذا كانت سالبة طيب شو يعني اذا كانت الاي موجبة اذا كانت الاي موجبة فبنحكر المدى او مدى من k للمال النهاية طيب اذا كانت الاي سالبة بحكي المدى من سالب مال النهاية لعند الك حلو يلا انت طلبت المدى في هذا السؤال نتطلع على الاي هاي الاي موجبة ولا سالبة موجبة اثنين بما انها موجبة فرح يكون المدى من عند الك اللي هو العدد الأخير او العدد الثابت للمال النهاية يعني من سالب اثنين للمالة نهاية وينها هاي؟ هايها فرعدي ممتاز خلص حلها سؤال ثلاث يعتبر الاقتران افليكس اقتران ثابت خطي متناقص متزايد نشوف طبعا لا ثابت ولا خطي بدنا نشوف هل هو متزايد او متناقص بنرجع نسيد العزيز للاقتران خنمسح هذا لعنه نذكركوا كيف كنا نحكي اذا متزايد ولا متناقص حسب الاي الاي موجبة اه موجبة هاي الشرط الاول متحقق طلالي على البي طبعا قبل ما اشوف الشروط لازم اتأكد من اشارة الاكس اذا هي سالبة او موجبة اذا سالبة بتقلب الرقم اذا موجبة خليها فهون انتبهنا انها سالبة لازم نقلب الرقم اللي تحتيها يعني بدل واحدة لاربعة بتصير اربعة على واحد اللي هي يعني اربعة حلو اوس اكس ناقص او زائد واحد طبعا احنا نناكس اشارة الاوس كامل فالمفروض انها تصير ناقص واحد تمام الان هاي الاثنين زي ما هي وهناك عندك ناقص اثنين يلا تعال هسا نتحقق من الشروط الشرط الاول اللي هو الاي موجبة متحقق تمام الشرط الثاني اللي بي اكبر من واحد اه متحقق الشرطين متحققين اذا الاقتران هو اقتران متزايد فباجي هون بحكي الجواب فرع ا اقتران متزايد سؤال اربعة نقطة تقاطع الاقتران اف الاكس مع المحور واي حكالك مع المحور واي متى الاقتران بيقطع في محور واي لما تكون عندك قيمة الاكس تساوي صفر تمام لما تكون قيمة الاكس شو تساوي جماعة صفر فبنرجع هون عشان نعوض صفر تعالوا هسا نعوض الصفر يلا بنحكي هون اف الصفر تساوي هاي الاثنين طمعا احنا قلبناها صح صادت هي اوسا اربعة او خليها زي ما هي يلا مش مشكلة اثنين ضرب واحد على اربعة مكان الاكس رح نحط صفر زائد واحد وهون عندي ناقص اثنين تمام سوف تصبح صفر أس واحد زائد واحد اللي هي واحد يعني ربع أس واحد اللي هي بظلها زي ما هي ربع صح؟ تمام هيها ربع الآن فيه اتنين بنقدر نختصر اتنين مع الربع شو بظل؟ بظل يا سيد العزيز نص يعني واحد على اتنين ناقص اتنين إذا عند توحيد مقامات بتحط لها على واحد ضرب اتنين ضرب اتنين هي بتصير اربعة واحد ناقص اربعة سالب ثلاث على المقام اللي هو ثنين إذن احنا عوضنا الصفر في الاقتران وطلع معنا الجواب آخر اشي سالب ثلاث على اتنين فبنعملهم مع بعض في نقطة زي هيك صفر وسالب ثلاث على اتنين يلا نشوفها الصفر وسالب ثلاث على اتنين هيها الجواب في رعع سي ممتاز تشوف السؤال البعدي خلص انتهى الاقتران الفوقاس السؤال الجديد نقطة تقاطع الاقتران اف الاكس مع المحور واي حكا للمحور واي معناته لازم نعوض مكان الاكس صفر يلا هاي الاقتران تعال نعوض مكان اكس صفر بنحكي اف الصفر تساوي ثلاث ضرب بيق الصفر بيق الصفر اللي هي واحد وواحد ضرب ثلاث شو الجواب ثلاث اذا احنا عوضنا صفر وطلع الجواب ثلاث فبنعملهم بنقطة مع بعض صفر وثلاث وان الصفر والثلاث فرسي ممتاز يلا اي من الاشكال الاتية يعتبر التمثيل البياني لهذا الاقتران حلو طلع الاكس على الاكس اللي هو اكس شماله سالب طب بما انه سالب يا استاذ لازم اقلب الرقم التحتي صح يعني بدل ما هي سبعة على واحد اقلبها رح تصير واحد على سبعة هنا اربعة وهي رح تصير اكس تعال هستحقق لي من الشروط الشرط الاول ايه موجبة صح تمام الشرط الثاني بي هل هو اكبر من واحد ولا اصغر هذه جماعة الخير اصغر من واحد بما انه اصغر من واحد اذا بنحكي الشرط الثاني ما تحقق فلما يكون شرط متحقق وشرط مش متحقق اقترانك بيكون متناقص نشوف مين رسمته متناقص هايهم عندي هذول الاثنين متناقصين بس شو الفرق بيناتهم النقطة طلع هنا النقطة صفر واحد هنا النقطة صفر اربعة يعني اذا عوضت صفر بعطيك الجواب واحد اذا عوضت صفر بعطيك الجواب اربعة تعالوا بلا نتأكد نعوض مكان الاكس صفر نحكي ف الصفر تساوي اربعة ضرب واحد على سبعة والصفر اي شيء والصفر بيصير واحد واحد ضرب اربعة شو الجواب اربعة يعني عوضنا صفر والجواب طلع اربعة فالنقطة رح تكون صفر واربعة اذا الناتج جماعة الخير هو فرع دي تمام ممتاز يلا نشوف الاسئلة اللي بعدي طبعا نتارك فراغ هيك فاضي بين كل صفحة وصفحة عشان اللي بده يحل او يكتب معلومات طيب نعتمنا على الشكل المجاور الذي يمثل الاكتران A-B-S-X جد F-3 طلب منك تحسب F-3 حلو هنا السؤال اعطاك نقط من هاي النقط انت بدك تعرف قيمة مين قيمة الاكتران لا قيمة F-3 قصدي اللي بدك تعوض هنا 3 بس لما تجي تعوض هنا 3 رح تصير A-B-S-3 طيب انت ما معك الا ولا معك ال-B كيف دك تعرف قيمتهم لما تحكي S-3 لازم تروح تحسبهم في البداية تمام فبدي اختار نقطة تانية ساعدوني مثلا بدي النقطة هاي صفر وواحد والنقطة واحد وواحدة لأربعة نشوف هاي اول نقطة صفر وواحد والنقطة الثانية واحد وواحدة لأربعة حلو؟ تمام كان الاقتران اللي هو F-X بساوي A-B-S-X صح؟ تمام اول نقطة بتكون X الثانية Y اول واحدة X الثانية Y طيب انا بدي اشتغل اول شي على الاولى هاي بدي اعوض مكان X صفر والجواب بساويه بكم بواحد يعني باجي بحكي زي هيك F-0 تساوي A-B O-S-S-F-R مكان X شو حطيت صفر تمام لازم كلهم جوابهم شي يطلع معك واحد تمام الآن اي رقم يا جماعة الخير O-S-S-S-S-F-R بعطيك واحد واحد ضرب l-A كامل جواب A تمام اذا اي شو تساوي واحد حلو هينعرفنا جماعة الخير اول متغير موجود او اول ثابت اللي هو مكان A صار واحد يعني بدل شكل الاقتران بدل ما هو هيك هيك رح يصير F-X بتساوي واحد B-S-X تمام هيا صارت مكان A واحد وهي B-S-X يعني بدل اعوض هاي النقطة في الاقتران الجديد تمام تعال نعوضها يلا مكان X واحد وورا اليساوي رح نحط ربع يلا مكان كل X نعوض واحد فبنحكي واحد B-S-1 وورا اليساوي رح اعوض ربع طيب واحد ضربية اللي هي B B-S-1 اللي هي رح تضلها B اذا B شو تساوي يا جماعة ربع اللي هي واحد على اربع هين عرفت قيمة ال B وعرفت قيمة ال A الآن بقدر اكتب لك الاقتران الجديد كيف صار شكله F-X تساوي واحد طبعا الواحد ما بيأثر هون لانه بناتهم ضرب ال B اللي هي عبارة عن ربع F-X صح؟ هذا الشكل الاقتران الجديد الآن السؤال شو كان طالب طلع F-3 ما كن قادر اعوض الثلاث لانه ما معي ال A ولا معي ال B الآن صار معي ال A وصار معي ال B بقدر اعوض الثلاثة براحتي فباجي بحكي ال A اللي هي واحد وال B اللي هي واحد على اربعة وكلهم F-3 يلا واحد على اربعة اص ثلاث بتتوزع الاسس يعني واحد اص ثلاث واحد أربعة اص ثلاث في الآلة الحاسبة أربعة وستين إذن الجواب واحد على أربعة وستين تمام إذن أول شي بتعملوا بتطلع لقيمة A بتطلع لقيمة V وبترجع تعوض الرقم اللي طلبوا منك تمام تمام تقاطع الاقتران مع المحور Y هيا محور Y وين قطع؟ بالنقطة 0-1 فرع A طيب مدى الاقتران F-X هو المدى لهذا الاقتران الأثي بنيجي بنحكي جماعة الخير من محور Y صح؟ طيب أقل قيمة لإلو هيها هون اللي هي قديش؟ صفر وأعلى إشي وين؟ مال النهاية يعني بنحكي له من صفر للمال النهاية أو بنقدر نختصرها R موجب طيب خط التقارب الوفقي اللي هو محور الـ X صح؟ مش كنا نحكي خط التقارب هو محور الـ X طيب محور الـ X شو ما عدلته؟ يعني متى بكون محور الـ X هون ثابت لما تكون قيمة الـ Y قديش؟ الـ Y كم تكون قيمتها؟ صفر صح؟ إذا محور X أو كلمة Y تساوي صفر الثنتين نفس المعنى حلو؟ طيب فنيجي بنحكي هنا محور X أو Y تساوي صفر؟ هيها ممتاز يا أستاذ والله شكلك شاطر آي جماعة الخير شاطر أنا يلا هيك منكون قربنا نخلص يلا ضايل هسا عنا آخر صفحة في حل أسئلة على الدرس الأول لإقترانات الأسية بحكي لك السؤال هذا من مهارات تفكير عليا إذا كان F X يساوي A B أو X فإن قيمة المقدار F X زاد 2 على F X تساوي بدو يعني أحسبها أول شيء معطيك هذا الاقتران F X تساوي A B أو X ومعطيك هاي المعطا هاد بدو أحسبه F X زاد 2 على F X هذا المطلوب آه مظبوط طلب مني أحسب هذا المطلوب الآن طلعوا يا جماعة مكان كل X بدي أعوض X زاد 2 حلو؟ هاي في البسط أما بالمقام بيحكي لك F X يعني أول شيء بدلي خط الكسر في البسط بدك تعوض مكان هاي الأكس شو داك تحط X زاد 2 يلا نكتب أول شيء A B أو A B هي كتبناهم مكان الأكس رح أكتب X زاد 2 طيب في المقام بيحكي لك F X طب F X يعني نفس الاقتران كوبي بيست صح؟ يعني نمسك الاقتران ونسخ ليها تحت لأنه قل لك F X طب ما هيها F X نفس الاقتران فلنمسك الاقتران وبنكتبه في المقام تحت حلو الآن أي عدد ثابت بقدر أختصره مع أي عدد ثابت في المقام صح بلا لما يكون نفسه تمام؟ بيضل عندك B أو X زاد 2 على B أو X تمام؟ لما يكون عندك في حالة القسمة الأساس بالأساس المتساوي بنقدر نطرح الأسس صح؟ يعني فيه فوق بي وفيه تحت بي بقدر أكتبهم بي واحدة بس شو الشرط؟ بطرح الأسس اللي فوق من الأسس اللي تحت طيب الأسس اللي فوق اللي هو X زاد 2 حلو بدي أطرحه من اللي تحت اللي تحت X فبتصير X زاد 2 ناقص X الآن فيه طلاب ينتبهوا إنه هاي الأسس موجبة و هاي الأسس سالبة بشطبهم مع بعض صح؟ منتاز يا أستاذ شو رح يظل معك؟ بيظل معك بي تربيع إذن الجواب طلع معنا بي تربيع إذن مرة ثانية عوضت مكان الأكس X زاد 2 في البسط تمام؟ و في المقام كتبتها زي ما هي F الأكس إختصرت الـ A مع الـ A إطرح الأسس و هاي الجواب طلع معك بي تربيع نرجع للسؤال وين كان السؤال؟ تحت صح؟ آه مضبوط بي تربيع هايو الجواب فرع بي ممتاز السؤال البعدي نفس السؤال بس أنا هحط لك سالب فبالتالي رح تكون واحد على بي تربيع هايها رح يطلع هاي جوابها طلعوا كيف مرة ثانية يلا معلش بنحلها عندي للي ما فهم هذيك ركز معاي F الأكس ناقص 2 على F الأكس السؤال بيحكي لك هاي كم جوابها بيطلع ومعطيك هذا القران F الأكس بيساوي لك A B أو X تمام؟ انت مكان الأكس هاي بدك تعوض أول إشي X ناقص 2 أول إشي بنميد خط القسمة زي ما تعلمنا يلا نكتب A B أو X أو A B بدون X هاي الأكس شو رح تصير؟ X ناقص 2 حلو بالمقام عندك F الأكس يعني نفس الاقتران A B أو X اختصر A مع A ورح يظل معك بالبسط B أو X ناقص 2 على بالمقام B أو X الآن نفس الأساس فوق وتحت فبقدر أكتبهم مرة واحدة B وبطرح الأس اللي فوق من الأس اللي تحت يعني بكتب X ناقص 2 هاي اللي فوق ناقص اللي تحت ممتاز يلا نشطب الأكس الموجبة مع الأكس السالبة شو رح يظل؟ رح يظل سالب 2 فباجي بكتب هون هاي ها بي أس كم أس سالب 2 طبعا لما يكون الأس سالب بقدر أقلب الرقم صح؟ فبصير 1 على بي أس 2 هو الجواب 1 على بي تربيع فهونا الناتج زي ما أحكتلكم بالبداية 1 على بي تربيع نشوف هذا السؤال الكلامي يمثل هذا الاقتران النسبة المئوية للمتعافين من مرض السرطان البن كرياس ممن هم في مرحلة متقدمة حيث تعافة ت ثانية من التشخيص الأولي للمرض أجب عن 24 و 25 يعني أجب عن السؤال الأول والسؤال الثاني السؤال الأول النسبة المئوية للمتعافين هاي الكلمة زيادة بعد سنة واحدة من التشخيص الأولي هي بيحكي لك بعد سنة واحدة من التشخيص يعني مكان ت الزمن شو بدك تعوض؟ واحد تمام؟ لو قلتلك بعد سنتين بتعوض اتنين بعد عشر سنين بتعوض عشرة هنا قال لك بعد سنة واحدة بعوض مكان كل تي واحد يلا نكتب بي الواحد تساوي عندي مية ضرب خمسة بالعشرة أس واحد حلو؟ طيب أس الواحد هذا ما بهم هنا اضرب ليهم في الآلة الحاسبة مية ضرب خمسة بالعشرة أو حرك الفاصلة منزلة وشيله هنا عشرة في خمسة هي خمسين وفي الآلة الحاسبة برضو رح تعطيك الناتج خمسين تعالوا نشوف السؤال الثاني بعد كم سنة يصبح النسبة المياوية للمتاعفين خمسة وعشرين بالمية طيب هنا السؤال أعطاني رقم وبعد بالبداية سألني عن الزمن بعد كم سنة حكينا هذه المعلومة من قبل لما السؤال يسألك عن الزمن ويعطيك رقم هذا الرقم منكتب بعد اليساوي يعني مثلا حكيت لك بعد كم أسبوع بعد كم ساعة بعد كم ثانية كم دقيقة بعد كم سنة لما أسألك عن الزمن وأعطيك رقم دائما الرقم تكتب لي بعد اليساوي من الاقتران في السؤال فهي الاقتران بالسؤال 100 نكتب هنا هذا الاقتران وهنا عندي خمسة بالعشرة أستي وحكى لك الرقم اللي هو خمسة وعشرين بالمية تمام طيب الآن هو أعطاك هذا الرقم وهي الاقتران اللي معاك الآن عشان سألني عن الزمن رح أكتب هذا الرقم ورا اليساوي بحط يساوي خمسة وعشرين لاحظة لما كتبت اليساوي ما حطيت معها النسبة المياوية انتبه ما تحطها هاي طيب الآن بدي أطلع قيمة T لأنه سألني عن الزمن حلو بقسم هاي على مية بقسم هاي على مية ممتاز نشطبها الخمسة بالعشرة طلعوا علي الخمسة بالعشرة بتقدر تكتب لي إياها في الآلة الحاسبة تمام بتعطيك الناتج خمسة على عشرة حلو في كبسة في الآلة الحاسبة اسمها A B على C موجودة فوق على اليسار تحت ثاني وحدة أو ثالث وحدة اكتب أول شي خمسة بالعشرة يساوي وخليها في الشاشة قدامك خمسة بالعشرة تمام بعدين اكمس الكبسة هاي اللي هي A B شحطة C رح تعطيك إياها على شكل كسر خمسة على عشرة فالخمسة بالعشرة هاي هي خمسة على عشرة وستي طيب الخمسة وعشرين هاي جماعة الخمسة وعشرين مشي نفسها خمسة تربيع صح صح طيب المية مشي نفسها عشرة تربيع برضو يا أستاذ صح المية هي عشرة تربيع فالخمسة وعشرين هاي بحطها خمسة والمية هاي بحطها عشرة وكلهم أستاذ ثنين يعني تربيع تمام؟ طيب الآن لما يكون عندك الأساس متساوي بتقدر تشطبل إياهم وتساوي الأسس في بعض حلو؟ إذا قيمة T ش رح تطلع؟ تساوي ثنين نرجع للسؤال قيمة T اللي هو الزمن شو بتطلع معك؟ T تساوي ثنين حلو انت حل السؤال يلا كمان السؤال إذا كان هذا الاقتران يمثل عدد الخلايا البكترية في تجربة بعد X ساعة أجب عن A و B بده عدد الخلايا البكترية عند بدء التجربة هسا لما يحكي لك السؤال عند بداية التجربة أو لما تبلش الشغلة هنا دايما نعرف أنه الزمن يساوي صفر تمام؟ عند البداية بكون الزمن يساوي صفر فباجي بعود صفر مكان مين؟ مكان الأكس يلا تعالوا نعود صفر رح نحكي F في الصفر تساوي ثلاثمية ضرب أربعة والصفر أربعة والصفر واحد واحد ضرب ثلاثمية شو الناتج؟ ثلاثمية تمام فرعبي بعد كم ساعة يصبح عدد الخلايا البكترية أربعة تلاف وثمانمائة خلية سألني عن الزمن بعد كم ساعة وأعطاني رقم هذا الرقم بنكتب ورا اليساوي بمسك الاقتران زي ما هو ثلاثمية في أربعة أس اكس يساوي الرقم الأعطاك إياه اللي هو أربعة تلاف وثمانمية تمام؟ الآن بدي أطلع قيمة الأكس اللي هي الزمن فبقسم على تلاتمية بقسم هاي على تلاتمية أشطب بيظل عندك أربعة أس اكس تساوي صفرين مع صفرين بيروحوا ثمانية واربعين تقسيم ثلاث اللي هي الستعاش تمام؟ الستعاش كيف ده أكتبها زي الأربعة؟ بحكي أن الستعاش هي أربعة تربيع وهي أربعة أس اكس فشطب الأربعة مع الأربعة وساوي ده الأسس إذن إكس تساوي إكس تساوي إكس تساوي تنين تمام؟ إذن هيك يا جماعة الخير بنكون حلينا كل الأفكار اللي موجودة في هذا الدرس حلو؟ اللي هو على الدرس الأول الاقترانات الأسية الآن نوصل للدرس الثالث اللي هو الاقترانات اللغارتمية طبعا نفشقت عن الدرس الثاني لأنه يا جماعة الخير زي ما هتلكوا بس قانون وطبق عليه وعليه كثير مسائل من الكتاب ممتاز ممتاز تعالوا نرى يا جماعة الخير درس رقم ثلاث اللي هو الاقترانات اللغارتمية يلا أول سؤال أي الاقترانات الثالثية هو اقتران لغارتمي؟ طبعا الاقتران اللغارتمي هو رسمته زي بخير أنطروا إنه يقطع في محور X يكون أن يقدم بقدم مزايد أو يقدم متناقص والنقطة التي مرتر فيها هو بحاجة Xiller على y تعالوا نرى هذا الاقتران السي لأنه يقطع في وي هذا الاقتران اللغارتمي إذن بنحط عليه إجابة صحيحة هذا اقتران أسي وهذا مش اقتران لغارتني شوف هذا السؤال إذا كان لغي التسعة للجدر التكعيبي للتسعة فإن قيمة اللغارتيم هي الآن إذا كان عندنا لغ لأساس وجوه نفس الإشي بنشطبهم يعني مثلا لغي الخمسة للخمسة بنشطبهم الجواب واحد لو كان فيه خمسة تربيع بنشطبهم الجواب بيصير بس التربيع اللي هو الاثنين هون عندي لغي التسعة للجدر التكعيبي للتسعة بقدر أكتبها لغي الأساس تسعة الجدر التكعيبي للتسعة هو تسعة أس داخل على الخارج واحد على ثلاث وشطب لغي التسعة مع التسعة شو الجواب واحد على ثلاث إذن الناتجة جماعة الخير فرع إيه تمام شوف سؤال بعدي إذا كان لغي الستة لمتين وستطعش فإن قيمة اللغارتيم هي طبعا لازم يكون الطالب عارف إنه مية وخمسة وعشرين هي خمسة وستلات وبقدر تعملها بالآلة الحاسبة ميتين وستطعش هي عبارة عن ستة أوستلات فبقدر أنا أشيل هاي الميتين وستطعش وحط ستة أوستلات هيك بقدر أخلي لغي الأساس لنفس الرقم شو بظل الجواب ثلاث إذن الناتج فرع دي بلي هو ثلاث السأل بعدي جد ناتج لغي الثين وستين للواحد لما يكون جوا اللغي التم واحد دايما شو الجواب صفر هاي قاعدة أحد الآتي هو اقتران متزايد لازم نتحقق من الشروط طلع يا سيد العزيز على فرع بي الشرط الأول إنه الأي موجبة لا مش موجبة سالبة إذن مش متحقق الشرط الثاني إنه لازم تكون البي أكبر من واحد هو أن البي أصغر من واحد فالشرط الثاني مش متحقق لما يكون الشرط الأول مش متحقق والثاني مش متحقق إذن هذا الاقتران بيكون متزايد إذا واحد متحقق وواحد مش متحقق بيكون متناقص أما الاثنين مش متحققين متزايد وإذا الاثنين متحققين برضه بيكون متزايد فالجواب فرعبي تمام شوف السؤال اللي بعدي عنا لقل A لالجدر الخامس لالA أو الستة حلو بقدر أكتبها لقل A تمام جوا عندي هنا A أو الست داخل ستة والخارج خمسة يعني ستة على خمسة أشطب لقل A مع الA شو الجواب ستة على خمسة فالجواب فرعسي بس هون تتعدل بتصير ستة على خمسة ممتاز شوف السؤال اللي بعدي يجد مجال هاظ اللغاريتم تمام اللغاريتم جمعت الخير عشان أحسب مجاله لازم أخذ الاقتران اللي ما داخل اللغاريتم وأساويه بالصفر حلو عندي لجوه اللغاريتم X تربيع فبقدر أمسك X تربيع وأحكي إنها تساوي صفر حلو بدي تخلص من التربيع بأخذ جدر تربيعي ولا أسهل منها بتظل هالX تساوي صفر يلا هاي خط الأعداد بنحط الصفر هنا طبعا عندك المال النهاية الموجب هنا المال النهاية السالب طبعا يا جماعة الاقتران اللغاريتمي مش معرف على السالب بس معرف على الموجب حلو طيب نشوف لو أخذنا عدد من صفر للمال النهاية مثلا ثلاث ثالث نعوضها في الاقتران طبعا شو الاقتران X تربيع حلو فبنحكي ثلاثة تربيع اللي هي كم تسعة التسعة شو إشارتها موجب معناته هاي الجهة كلياتها موجب طب نأخذ عدد سالب مثلا سالب واحد طيب سالب واحد تربيع التربيع بلغي السالب فبتصير واحد واحد شو إشارتها برضو موجب إذن هاي الاعداد كلياتها موجب ما في أي شي سالب معناته بأخذ الفترة كاملة من سالب ما لنهاية لومين للمال النهاية تمام إذن بحكي الجواب من سالب مالة النهاية للمالة النهاية بس ما عادة مين يا سيد العزيز ما عادة الصفر ليش ما عادة الصفر لأنه إذا كان عندك جوه اللوق صفر شو بتطلع القيمة حكينا غير معرف والإكس تربيع لو عوط ما كان صفر رح تصير لوق الصفر غير معرف فما بحسب الصفر بناخذ الفترة كاملة ما عادة الصفر طيب سؤال ثمانية الصورة اللوقريتمية لهذا الاقتران لما بدي أحولها للوقريتم كيف بكتب رمز اللوقريتم هاي الأساس اللي هو تحت ثنين نعمل لا وين راحت هايها ها بسانة شوين عيدها هاي المسألة هاي الأساس واللي فوق هو الأس الأساس بنكتب تحت والأس بنكتب ورا ليساوي هايو ثمانية أس ثنين حلو جو اللوقريتم شو بكتب أربعة وستين إذن الجواب لوق الثمانية أربعة وستين يساوي ثنين فرع بي هس هون العكس بحكي لك وين راحت هايها فرع هون راحت المسألة يا زلانة سؤال تسعة صح في كمان مسألة لا هي فيش غيرها ماشي سؤال تسعة مجال هذا اللوقريتم كم يساوي حكينا عشان أحسب مجال اللوقريتم بأخذ جوه اللوقريتم بساويه بصفر عندي اتناعش ناقص أربعة اكس منساويها بصفر تعالوا نساويها بصفر هاي اتناعش ناقص أربعة اكس يساوي صفر ناقص اتناعش ناقص اتناعش بتروح شو بيظل سالب أربعة اكس تساوي صفر ناقص اتناعش هاي سالب اتناعش حلو قسم على سالب أربعة على سالب أربعة بتروح إذن قيمة الاكس شو تساوي سالب على سالب بروح اتناعش على أربعة ثلاث وهي خط الأعداد وعليه ثلاث هون ما لنهاية هون سالب ما لنهاية طيب الآن نشوف لي المسألة عشان هاي اكس اس واحد دايما بتطلع على معاملها على إشارته عشان هاي اكس اس واحد شو إشارة المعامل المعاها سالب إذن على اليمين كل ياته سوالب وعلى اليسار بعكسها بيصير كل ياته إيش موجب تمام طب لو كان يستاذ مثلا موجب معامل اكس على اليمين موجب على اليسار سالب وصلت طيب هسا في اللغاريتمي احنا ما بنوخذ السالب أبدا اللي بنوخذه الموجب فالموجب من سالب ما للنهاية للثلاث فالجواب هيو بحكي له من سالب ما للنهاية للثلاث فرع دي حل يلا السؤال اللي بعده بده قيمة هذا اللغاريتم لق الثلاث للواحد على الجذر الثلاث أس خمسة نكتبها لق الثلاث للواحد على جذر الثلاث أوس خمسة يلا أول شي بدي أخلي الثلاث زي الثلاث طلعو كيف هاي واحد على هاي بدي أفيك هاي جماعة الخير بقدر أحكي هاي 3 أس داخل 5 والخارج مافي إشي شو بعتبره 2 فبتصير 3 أس 5 على 2 حلو إحنا بنعرف من قبل إذا بدي أرفع إشي من المقام للبسط بعكس إشارة الأس صح فبدي أرفع الثلاث للبسط بعكس إشارة الأس اللي عليها فبتصير لقي هنا الثلاث هاي بدي أرفعها لفوق بتصير ثلاث إعكس إشارة الأس بيصير سالب 5 على 2 حلو لقي الثلاث مع الثلاث بيروح شو الجواب سالب 5 على 2 إذا نرجع للمسألة الجواب الجواب فرع C تمام السؤال البعدي قيمة لقي الاربع وستين لمتين وستة عشر حلو هذا السؤال يا سيدي العزيز جميل لقي الاربع وستين للمتين وستة عشر طلعوا كيف ننحلها لقاريتم الاربع وستين للمتين وستة عشر عشان نحل أي عبارة لقاريتمية لازم أفرض أنه الناتج رمز مثلا وي حلو هسا بنحولها لمعادلة أسية فرح تصير أربع وستين أسواي تساوي ميتين وستة عشر في عدد مشترك بناتهم طلعوا الاربع وستين هي عبارة عن ستة تربيع صح والميتين وستة عشر هي عبارة عن ستة تكعيب فهسا بقدر أشيل أربع وستة أحط ستة تربيع هنا ولكن عشان في محة ي بنذل الجنب ي تساوي ال 216 ستاوية بحيث أكثر مكانها 6 و 13 و هيا انا كديرت اخلي الاساس و الأساس متساوي شطبهم شو رح اظل بيظل 2 وي تساوي ثلاث قسم على اثنين قسم على اثنين هيك طلعت اللي قيمة الY اللي هي كم ثلاث على اثنين إذا نرجع للمسألة قيمة الواية والحباية بتطلع فرع A اللي هي 3 على 2 شوف لي هذا السؤال خمسح الشاشة هيك إذا كان تي أكس يساوي هذا المقدار فإن تي المية واربع وعشرين هي يعني بديك تعوض مكان كل أكس قديش مية واربع وعشرين فش اندي غير هاي الأكس وحط مكانها مية واربع وعشرين طب مية واربع وعشرين زايد واحد شو بتصير مية وخمسة وعشرين إذا نكتب كل إشي زي ما هو هاي هون عشرين زايد ثلاثين ضرب لق الخمسة مكان مية واربع وعشرين زايد واحد شو بنكتب مية وخمسة وعشرين حلو طيب هنا في عندي معلومة لازم أستعملها إنه المية وخمسة وعشرين هي أصلا خمسة أو ثلاث صح يلا تعلم فكها فبحكي هاي عشرين زايد ثلاثين ضرب لق الأساس خمسة مكان الآن المية وخمسة وعشرين منحط خمسة والثلاث الآن أشطب لخمسة لق الخمسة مع الخمسة مين بظل؟ ثلاث الثلاث مضروبة في الثلاثين صح؟ بناتهم عملية ضرب مش تجمع هذول تحط خمسين لا لو لو هي للضرب ثلاث ضرب تلاثين كم؟ اللي هي تسعين صح؟ تسعين زايد العشرين شو الجواب؟ مية وعشرة فالناتج فرع بمية وعشرة حلو شوف السؤال بعدي الشكل مجاوري مثل رسمة لق الستة للإكس فجد ما يلي بده المجال مجال الاقتران اللغاريتني هو من محور إكس تمام؟ هاي محور إكس لاحظوا أقل إشي فيه اللي هو الصفر وأعلى إشي فيه المال نهاية إذن المجال من صفر للمال نهاية أو ممكن حدا ثاني يكتبها آر موجب عادي طيب المدى؟ المدى من محور الواي طلعوا نزلت عند السالب وطلعت عند الموجب فباجي بحكي له من سالب ما للنهاية إلى موجب ما للنهاية أو بكتب له إياها آر طيب مقطع إكس وين قطعت في الإكس؟ تقطع غالبا عند الواحد فيكتبت له مقطع إكس واحد طيب مقطع واي سؤال هل قطعت الرسمة في محور الواي؟ أكيد لا إذن هنا لا يوجد مقطع واي طيب خط التقارب الرأسي خط التقارب الرأسي اللي هو محور مين؟ محور واي محور واي نقطة التقاطع حكي أن يقطع في النقطة واحد وإيش؟ وصفر فهنا النقطة واحد وصفر حدث إذا كان متزايد ولا متناقص طلع على فوق يطلع إذن أكيد متزايد ممتاز خلصنا هذا الدرس خلصنا هذا الدرس حلو نفت على الدرس يجماعة الخير الرابع اللي هو اسمه قوانين اللغريتمات اللي هو إذا كان جوا اللغريتم ضرب بصيروا لغريتمين بينهم جمع كان جوا اللغريتم قسمة بصير اللغريتم جواه طرح لا لغريتمين جواه طرح إذا كان في أس بنرجع الأس لورا تعالوا نشوف هون رح نحتاج الألة الحاسبة رح نحتاجها فخلينا نطول إيش يا جماعة الخير التليفونات هي التليفونات بتخلي الواحد ما يركز بس إيش؟ الذكي لما يجي بده يدرس شو بعمل بحط التليفون وضع طيران وبحطه صامت وبطف النت خلص ورميه في الدرج بس هنا عشان منه نحسن طيب إذا كان لغي الستة هذا الرقم ولغي الثلاث هذا الرقم فجد لغي الثمنتعش طيب لغي الثمنتعش يا أستاذي هو أصلا لغي الثلاث ضرب الستة صح؟ لأنه ثمنتعش هي ثلاث ضرب ستة حلو صار جوا اللغريتم عملية ضرب لإيش رح نحنفك هوم؟ لعملية جمع مجموعة لغي الثلاث زائد لغي الثلاث طب لغي الثلاث قديش؟ لغي الثلاث واحد فاصلة تنين وتنتين وتنتين واحد فاصلة تنين وتنتين زائد. لغي الثلاث كم؟ تلات فاصلة خمسة واربعين بطلع جواب أربعة فاصلة سبعة وسبعين إذا الجواب فرعبي ممتاز السؤال تعالي جد لغي المثين وستة عش طيب المتين وستعش هي ستة وستلات صح حالنا زيها كثير في وإحنا بندرس يعني متين وستعش هي ستة وستلات من خصائص الأس إنه برجع لورا صح ولا لا في اللغاريتب فبتصير ضرب ثلاث ضرب لغ الستة طيب كم لغ الستة من السؤال ثلاث فاصل خمس واربعين ثلاث فاصل خمس واربعين مضروبة طبعا في الثلاث اللي وراها صح فالجواب عشرة فاصل خمس وثلاثين الجواب فرع إير حلو السؤال اللي بعده جد لغ الثلاثمية واربع وعشرين طيب انتبهوا معي شوي انتبهوا معي لشوي الثلاثمية واربع وعشرين هاي طلعوا كيف هاي بدأ أفكر فيها هنا عندي لغ الثلاثمية واربع وعشرين الآن لو أجيد كتبت أنت في الآلة الحاسبة طبعا شو الرقمين اللي معاك الثلاث والستة صح طيب لو أجيد كتبت هسا ثلاث ضرب ستة كم ثمنتعش صح تمام حط لي ثمنتعش تربيع شو بتعطيك ثلاثمية واربع وعشرين إذن هاي لغ الثلاثمية واربع وعشرين هي أصلا لغ الثمنتعش بتشوفي علي يا جماعة الخير تربيع طيب من خصائص القس إنه برجع لورا بتصير ثنين ضرب لغ الثمنتعش تمام ويساوي ثنين ضرب لغ الثمنتعش إحنا قريدي طلعناه بالسؤال الأول كم طلع جوابه؟ أربعة فاصلة سبعة وسبعين نحط هنا أربعة فاصلة سبعة وسبعين أضرب اللي إياهم في بعض أربعة فاصلة سبعة وسبعين ضرب بثنين بطلع تسعة فاصلة اللي هي أربعة وخمسين إذن الجواب تسعة فاصلة أربعة وخمسين هايها فرع سي طب لو أنا ما كنتم بطلعوا من قبل لغ الثمنتعش عادي بفكها بحكي لغ الثلاث زائد لغ الثلاث بطلع جوابهم لثنين والجواب اللي بطلع معاي برجع بضربه في ثنين رح يطلع معك نفس الإشي تمام؟ طيب هاي حلين السؤال شوف السؤال بعدي ناتج لغ الثلاث 25 على لغ الثلاث 125 طبعا هذون يا جماعة بشتركوا في نفس الرقم اللي هو 5 يعني عندك هنا لغ الثلاث للـ 25 على لغ الثلاث للـ 125 طبعا الطالب لازم يكون حافظ إنه 125 هي 5 أس كم أس 3 والـ 25 هي 5 أس كم 5 أس 2 فباجي بحكي هاي هي عبارة عن لغ الـ A مش للـ 25 للـ 5 تربيع ولتحتيها لغ الـ A مش للـ 125 للـ 5 و 3 من خصاص الأسس بترجع باللغاريتم صح؟ فبتصير معك 2 ضرب لغ الثلاثة على 3 ضرب لغ الثلاثة لـ A طبعا لما يكون في عندك رقم موجود في البسط نفسه بالمقام نشطبهم شو بضل الجواب 2 على 3 وصلت إذا نرجع للسؤال بنحكي الناتج في رعب سي لهو 2 على 3 شوف لي هذا السؤال طبعا هذا السؤال تقدر تكتب ليه في الآلة الحاسبة مباشرة لغ تفتح 0.1 أس 5 لأنه ما عنده أساس هنا صح؟ طيب ف اللي ما يلو أساس شو بنعتبر أساسه؟ عشرة فهيحط ليها في الآلة الحاسبة رح يعطيك الجواب سالب خمسة تمام هاي برضه بتقدر تحط ليها في الآلة الحاسبة ورح يعطيك الجواب سالب خمسة أو ممكن تعتبر اللي إنه الأساس عشرة أو بترفحها لفوق بتصير عشرة أس سالب خمسة وشطب لغ العشرة مع العشرة بيضل سالب خمسة هاي حدد الآتية أحد الآتية يكافئ المقدار هاد طيب خلينا أول إشي نفك هذا المقدار جواب وقسمة فبنقدر نفكه لطرح صح؟ بكتب لغ الأي اللي في البسط أول إشي اللي هو أس أربعة ضرب أكس أس خمسة ناقص لغ الأي للزت أس ستة حلو الآن جوا هاد اللغاريتم في عملية ضرب بقدر أفكهم لغاريتمين بينهم جمع فبنحكي لغ الأي لأي أس أربعة زائد لغ الأي للأكس أس خمسة حلو ناقص هاي اللي هي لغ الأي للزت أس ستة مش حكينا من خصائص لغاريتمات الأساس ترجع لورا هاي رح ترجع وهاي رح ترجع لكن هاي بقدر أشطبهم لأنهم نفس بعض لغ الأي للأي حلو من رح يضل بس الأربعة فبنحكي أربعة زائد رجع الخمسة لورا ضرب لغ الأيكس لأي ناقص رجع الستة لورا ضرب لغ الأي للز تمام؟ طبعا هاي هما مسكوا الأربعة هاي كتبوها آخر إشي يعني حطوها هنا زائد أربعة عادي نفس الإشي هاي وحطوه زائد أربعة إيش آخر إشي هاي فيش فيها أربعة فمش هي الصحيحة هاي طلعوا شو سمها؟ الخمسة مع اللغ حطينها سالب وهي موجب فمش هي الصحيحة الجواب الصحيح هي سيد العزيز هو فرع سي تمام؟ بس انتبهوا هنا في موجب انتوا عدلوها شو حطوها؟ سالب بتصير خمسة لغ الأي هيها خمسة لغ الأي سالب لغ الأي لزل سالب ستة لغ الأي لزل هون عندك زائد أربعة وهي زائد أربعة وانتهى الحل نشوف كمان هنا أسئلة بحكي لك السؤال قيمة هذا المقدار كم تساوي؟ هنا في كثير طلاب بتخربطوا طلعوا يا جماعة لما يكون في عندك لغ ناقص لغ فهم بالبداية أصلا كانوا قسمة مش لما يكون لغ بناتهم قسمة بفكهم للغاريتمين بناتهم طرح تمام؟ فهون عندك لغاريتمين بناتهم طرح انت رجع لي إياهم للأصلي لغاريتم واحد اللي هو لغ الأي وشو جواهاته قسمة؟ بتقسم الأول على الثاني يعني بنحكي أربعة وستين فوق تقسيمين تقسيم الأربعة وبتحط اللي هون زائد اللغ الأخير اللي هو لغ الأي للاثنين حلو الآن قسم لي إياها أربعة وستين تقسيم أربعة أه واحد خلينا نشوف اللي هي 16 أو مضبوط 16 صح؟ تقسيم أربعة مضبوط اللي هي 16 فهون رح يطلع معك الناتج لغ الأي للستعاش زائد لغ الأي للاثنين يلا نفس ما عملت بالخطوة الأولى بدك تعمل بالخطوة الثانية عندك لغاريتمين وبناتهم جمع رجع لي إياهم للغاريتم الأصلي شو بكون بناتهم؟ ضرب صح؟ فباجي بكتبهم كلغاريتم واحد اللي هو الاي وبضرب اللي جوه مع اللي جوه 16 ضرب 2 اللي هي كم؟ 32 فالجواب فرع دي ممتاز أحد الآتي يكافئ هذا المقدار نفس الفكرة عندي لغاريتمين بناتهم طرح بكتبهم لغاريتم واحد جوا قسمة بس يطلع معي الجواب بمسكوا مع اللي بناتهم جمع وبحطهم إيش ضرب يعني هاي نكتب لغي الاي بدي أقسم اللي جوه على الجوه عشان بناتهم طرح 27 تقسيم 9 اللي هي كم؟ ثلاث حلو وهس بنزل زائد لغي الثلاث لغي الاي للثلاث حلو هس هذول الاثنين بناتهم عملية جمع نقدر نكتبهم لغاريتم واحد وجوا تضرب يعني بكتب لغي الاي نضرب الثلاث في الثلاث كم؟ تسعة فالجواب لغي الاي لتسعة واللي هو فرع دي بس مش تسعة وتسعين هاي هاي تسعة حلو السؤال العشرة الاقتنانة اللغاريتمية تقطع في النقطة حكينا اللي هي يمين؟ واحد وصفر وهنا بيحكي لك ناتج لغي المتين وستعاش على لغي الاي للستة وثلاثين كم بيطلع؟ بدك تفكهم كيف يعني؟ يعني الستة وثلاثين هي ستة تربيع والمتين وستعاش حلينا زيها كثير اللي هي ستة وستلات لازم نكون حافظهم بدنا نفكهم هنا فرح نحكي انه لغي الاي للمتين وستعاش يعني ستة وستلات على لغي الاي للستة وثلاثين اللي هو لغي الاي للستة تربيع رجع الاسس لورا تمام فرح تصير تلات ضرب لغي الاي للستة على تنين ضرب لغي الاي للستة اشطب لغي الاي للستة مع لغي الاي للستة شو بظل الجواب؟ تلات على تنين اذا الناتج فرع سي تمام؟ هيك جماعة الخير بنكون حلينا ايش الدرس الرابع راجعنا الان هنا هذي جماعة الخير اللي انا هسه عامله هاي الصفحة والصفحة هاي فنتين هذول مع بعض هذول عبارة عامل امتحان امتحان للشهر الاول كاملا تمام؟ انا هذا الشهر الاول حليته من قبل تمام؟ وين حليته؟ على بطاقة من منصة اساس وحليته على قناتي في اليوتيوب يعني هذا الامتحان اللي هسه هاي الصفحة والصفحة اللي بعديها هو شامل لافكار الدرس او الوحدة الاولى كاملة حلو؟ كل الافكار الموجودة حطناهم على شكل الامتحان وكم علامة هذا الامتحان؟ من خمسين حلو؟ ابعتلي على الواتساب عشان اضيفك او تقدر تسحب الملخص نفسه وتحل الامتحان وبين حل الامتحان موجود مرة ثانية؟ على بطاقتي وعلى قناتي في اليوتيوب اكتب امتحان الشهر الاول رح يطلع لك حلو؟ هاي السؤال الاول عليه هون اضع دائرة 11 فرع 11 فرع السؤال الثاني جد حل المعادلات الاستية واحد واثنين وثلاث السؤال البعدي حول كل مقدار اللي قريتني للصورة للصورة المطولة السؤال البعدي على الربح المركب السؤال الاخير على الدرس الاول اللي هو لما يسألك عن الزمن ويعطيك جواب وبنكتب الجواب وراء اليساوي وحلناه زي ما حكينا في الفيديوهات السابقة تمام الان عنا يسيد العزيز هون الوحدة الثانية التفاضل طبعا هيك راجعنا ان شاء الله الوحدة الاولى كاملة بس بيظل عليك انك تحضر حل امتحان الشهر الاول او انك تحلو لحالك رح تكون قادر ان شاء الله انك تحلو فبدي منك هسه تاخذ بريك خمسة لعشر دقائق لحتى ترجع نشيط وتراجع معنا الوحدة الثانية تمام ممتاز يلا يا جماعة الخير هس رح نكمل مع بعض مراجعة الوحدة الثانية انا وانتو فلاخصلكم القوانين اللي بنحتاجها لحتى نقدر نرجحهم اول اشي عنا يا سيد العزيز قاعدة السلسلة قاعدة السلسلة بكل بساطة بيحكي لك F بعد جيله X بنكتبها جيل X جوا والف بتكون برا طب لو بدي اشتقها بشتق ال F اللي برا بخلي GX بضرب في مشتقة مين الجي اكس الموجودة جوا ونحن اخذ عليها امثلة قاعدة السلسلة الاصلية اللي هي بتكون Y جواها U و U جواها X بشتق كل واحدة لحالهم وبحط بناتهم ايش ضرب هي قانونها DY على DX بتساوي DY على DU ضرب DU على DX طيب قاعدة اللي بعدها اللي هي قاعدة الجذر التربيعي اذا كان عندك جذر التربيعي كيف بدك تشتقه بتحكي لي بحط خط الكسر تحت بكتب اثنين ضرب الجذر وبشتق اللي جوا جذر فوق هاي قاعدة الجذر التربيعي قاعدة السلسلة القوس هاي قاعدة القوس اذا كان في عندك أس بنزل الأس لورا بنكتب نفس القوس بنقص من الأس واحد ضرب بنشتق اللي جوا القوس تمام؟ طيب قاعدة او هنا كلمة جذر معدل التغير معدل التغير هو كأنه بيحكي لك جذر مشتقة يعني شتق فنشوف قاعدة الضرب هي قاعدة الضرب زائد الثاني في مشتقة الأول نشوف قاعدة القسمة قاعدة القسمة هسا هاي يسيد العزيز هاي الزيادة وهاي الزيادة من تحت وهاي مش ار هاي اكس حلو؟ طيب هنا اكس حلو هسا يسيد العزيز قاعدة القسمة كالتالي بتمد خط الكثر تحت بتحط المقام نفسه تربيع بتكتب المقام ضرب تشتق البصد ناقص تكتب البصد تشتق المقام هاي قاعدة القسمة القاعدة اللي بعدها هي قاعدة المقلوب لما يكون عندك عدد على اقتران بتحكس اشارة العدد هاي بتحط له سالب ضرب نشتق الاقتران الاقتران الموجود تشتقه فوق وبتحط اللي اياه نفس المقام تحت بس عليه تربيع حلو؟ هون تكتب لك مشتقة الاقتران القسمة بيتظلها زي ما هي شفت اي اكس بمشتقتها اي اكس مشتقة اللين شو مشتقة اللين الاكس اللي هي واحد على اكس حلو؟ نشوف هون مثلا اذا كان عندي جواللن اقتران كيف هاي باشتقها؟ بكتب الاقتران نفسه بالمقام وباشتقه في البسط لما يكون داخل اللين اقتران بكتب اللين في المقام وباشتقه او اللي جواللن في المقام وباشتقه في البسط هون كاتب لك ثلاث باي تربيع باي لن الخمسة سين التلات سي اس خمسة اي تربيع هذول كلياتهم اعداد ثابتة لانه ما في معاهم اكس اي شي معا اكس هذا اقتران هدول ولا واحدة فيهم معاها اكس اذا هدول عدد ثابتة شو مشتقتهم تساوي صفر حلو نشوف يا جماعة الخير قاعدة الساين شو مشتقت الساين كوساين مشتقت الكوساين سالب ساين وهون حكينا في عنا نظرية او متطابقة اللي هي كوساين تربيع زائد ساين تربيع شو جوابهم واحد وينما بشوف كوساين تربيع للزاوية وساين تربيع نفس الزاوية بشيلهم بحط واحد طب لو قل يشتقهم بحكي مشتقت الواحد كم صفر حلو واذا كان جواته اقتران مثلا مثلا اثنين اكس شو بعمل بشتق الساين بصير كوساين بخليلي اثنين اكس موجودة وبشتقها جنبها حلو ونفس الشي على الكوساين وراح نوخذ هسا عليهم امثلة بالتفصيل يلا هنا برضو اوراق عمل لكل درس قاعدت السلسلة مشتقت الضرب الاقتران الاسي والجيب والجتا نشوف اول واحدة لقاعدة السلسلة بحكي لك السؤال الاول جد مشتقت كل مما يلي هاي فرع واحد عندي هذا الاقتران هذا قوس صح فقاعدة القوس عشان اشتقها طلعوا كيف نكتب اف فتحة للأكس تساوي بننزل قوس وراها هايو خمسة على ثلاث بننسخ نفس القوس ثنين ناقص خمسة اكس بدي اناقص من القوس واحد يعني بحكي خمسة على ثلاث بطرح البسط من المقام خمسة ناقص ثلاث ثنين وخذ المقام زي ما هو فبتصير هاي ثنين على ثلاث حلو ضرب لا تنسى تضرب في مشتقت القوس طيب عندي ثنين ناقص خمسة اكس شو مشتقتها لثنين صفر الخمسة اكس اللي هي معاملها سالب خمسة فبنوخذ الاشارة مع اللي هو ضرب كم ضرب سالب خمسة هاينا اشتقناها طيب نشوف اللي بعديها عندي اف الاكس تساوي الجدر تربيعي خلينا نمسحها عنا يا جماعة الخير جدر تربيعي يلا رح نحكي اف فتحها لل اكس تساوي من متخط القسمة تحت بنكتب اثنين ضرب نفس الجدر اللي هو ثلاثة اكس ناقص ستة الان باشتقل جو الجدر فوق ثلاث اكس شو مشتقتها ثلاث هاينا ايش اشتقنا على قاعدة الجدر يلا نشوف اللي بعديها اللي بعديها كمان على قاعدة القوس بنزل التسعة وتسعين وراها يعني بنكتب اف فتحها لل اكس تساوي تسعة وتسعين بننسخ نفس القوس اربعة ناقص اكس نقص من القوس واحد شو بتصير ثمانية وتسعين إلا لا تنسى تضرب في مشتقت القوس هاي مشتقته صفر وهاي مشتقتها اللي هي معاملها سالب واحد إذن هون ضرب سالب واحد فالجواب سالب تسعة وتسعين ضرب اربعة ناقص اكس اوس ثمانية وتسعين حلو نشوف هسا اللي بعديها فرع اربعة فرع اربعة جماعة الخير نفس الاشي ترى على قاعدة القوس بس ترفحها من المقام للبسط يعني رح نحكي اف الاكس قبل ما اشتقها بدفع هذا القوس للبسط واعكس اشارة القوس يعني اكس تربيع ناقص تمانية بدل موجب ثلاث هي سالب ثلاث يلا تعال هسا اشتقها اف فتحة للأكس تساوي بدي انزل السالب ثلاث وراها هاي سالب ثلاث نكتب نفس القوس اكس تربيع ناقص تمانية بتطرح من القوس واحد يعني سالب ثلاث وسالب واحد شو بصيرو سالب اربعة ضرب اشتقل جو القوس يعني ضرب اثنين اكس حلو هاينا اشتقناها واذا بحب ابسط بحكي سالب ثلاث ضرب اثنين بصيرو سالب ستة اكس الاخيرة هاي نفس الفكرة اللي اخذناها بدي ارفع المقام للبسط طبعا المقام جدر تكعيبي ما لو قاعدة بس بفكو عشيك القوس هايو اثنين ناقص اكس تربيع الداخل بعتبره واحد لانو انا بدي يكون القوس على القوس ما في اشي بعتبره واحد والخارج كام؟ ثلاث فبتصير واحد اع ثلاث حلو بدنا نرفحها يسيد العزيز للبسط طلع كيف رح تصير اف الاكس تساوي فيه بالبسط طبعا خمسة فبتصير زي معامل معها مع القوس هايو اثنين ناقص اكس تربيع اص يوسيد العزيز سالب واحد على ثلاث حلو؟ كانت واحدة ثلاث رفعناها للبسط صارت سالب واحدة ثلاث احسنت يلا هسا بتشتقها نحكي اف فتحة الاكس تساوي نزل القوس وراها طب فيه خمسة وراها ايوا وقف شوي بد يضرب الخمسة في القوس خمسة ضرب سالب واحد على ثلاث حلو؟ طيب هاي الخمسة ما لها مقام اعتبر مقامها واحد في الضرب ما في توحيد مقامات اضرب بسط في بسط مقام في مقام خمسة ضرب سالب واحد سالب خمسة واحد ضرب ثلاث هاي ثلاث فالناتج يبو الحبايب كم؟ سالب خمسة على الثلاث حلو وهون نفس القوس 2 ناقص اكس تربيع اطرح من القوس واحد طيب البسط او الكسر سالب واحد على ثلاث لو بدي اطرح البسط من المقام يعني سالب واحد سالب ثلاث شو بصير؟ سالب أربعة وبكتب نفس المقام واللي هو ثلاث فراح تصير سالب أربعة على ثلاث الآن بدي اضرب في مشتقة القوس مشتقة القوس اللي هي معامل الاكس اول اشي سالب والاكس تربيع كم مشتقتها 2 اكس يا عيني عليك هيك بتكون انت ايش عملت اشتقتها طبعا الوزارة عشانها ما اعطيتك جذر لازم ترجع لها الحل عشيك الجذر حلو اول اشي نضرب هدول سالب 2 اكس في سالب 5 على ثلاث تحكي سالب في سالب موجب 2 في 5 هاي 10 اكس على ثلاث من موجود في المقام ثلاث فبنطول هاي شوي وهاي كاملة بتنزل للمقام 2 ناقص اكس تربيع بس بدل ما هي السالب 4 على ثلاث شو بتصير موجب 4 على ثلاث واخر اشي طبعا رح تحول ليهاها لجذر فبنحكي الجواب 10 اكس على هاي الثلاث مضروب في الجذر لا الاثنين ناقص اكس تربيع الداخل 4 والخارج 3 هاي الداخل 4 الخارج 3 هاي نشتقناها تمام هاي بس هيك قواعد على الاشتقاق حلو نشوف السؤال الثاني واللي هو وضع دائر رح يكون يلا تعال نشوف ضع دائر حالة رمز الإجابة الصحيحة كم F تساوي للثمانية لهذا الاقتران هذا الاقتران جذر تربيعي فلازم اشتقه على قاعدة الجذر بحكي F تساوي أو خلينا يا سيد العزيز نمسحها هيك ونحلها هون يلا F فتحة للإكس تساوي من متخط الجذر وبنحكي تحتي ثنين ضرب نفس الجذر شو جوه الجذر ثنين إكس يعني بدي أشتقل جوه الجذر في البسط يعني ثنين إكس ومشتقتها ثنين في تفسيط يا أستاذ طبعا ثنين مع ثنين بتروح بضل فوق واحد وتحت جذر ثنين إكس تمام هيني شتقت شو بده أعوض السؤال ثمانية باجي بكتب F فتحة للثمانية تساوي واحد على جذر ما كان إكس حق بس حط ثمانية يعني ثنين ضرب ثمانية قديش ستعش طيب كم جذر الستعش أربعة فالناتج رح يكون واحد على أربعة نجح الجواب واحدة لأربعة الجواب في رأيه وصلت يا جماعة كيف بس اشتق على قاعدة الجذر وعوض الرقم اللي معطيك إياه في السؤال يلا اللي بعديها إذا كان Fx يساوي هذا المقدار فإن F فتحة السالب واحد تساوي يعني بدو إياك تشتق وتعوض سالب واحد مكان إكس تعالوا نشتق هذا على قاعدة القوس أول شي بنزل القوس اللي هو ثلاث وراها وبننسخ القوس كمان مرة 2x زائد واحد كوبي بيست يعني بدك تنقص من القوس واحد يعني كان ثلاث شو رح يصير ثلاث ضرب شو مش تقتل لجوه القوس معامل الاكس اللي هو كم ثلاث حلو تعال بسط لي إياها يعني أضرب هاي الثلاث في الثلاث شو برح يصيره ستة وبننسخ نفس القوس 2x زائد واحد تربيع يلا هس السؤال طلب نعود كم يا جماعة الخير سالب واحد فبنحكي له f فتحة سالب واحد تساوي هيها 6 ضرب 2 ضرب سالب واحد زائد واحد تربيع وتساوي هاي الستة بره حلو 2 ضرب سالب واحد سالب 2 سالب 2 زائد واحد شو رح تصير رح تصير السيد العزيز سالب واحد بنطرح والإشارة الأكبر وفي عليها تربيع سالب واحد تربيع رح تصير واحد وواحد ضرب الستة شو الجواب الجواب ستة فبنيجي للناتج اللي هو ستة ممتاز نيجي الآن للسؤال اللي بعدي ايوه هون هون يسيد العزيز 54 موجودة ماشي خلينا بالله نحل هذا السؤال بيحكي لك إن دي واي على دي اكس تساوي لما الواي بدلالة يو ولما اليو بدلالة اكس هاي حكينا عنها قاعدة السلسلة الأصلية واي بدلالة يو يو بدلالة اكس صح؟ فأنا لازم نكتب القانون تعالوا بالله نكتب القانون فوق اللي هو دي واي على دي اكس بتساوي دي واي على دي يو ضرب دي يو على دي اكس صح؟ تمام يلا نشوف الواي اللي جوه هايو هاي الواي اللي جوه هايو شو مشتقتها؟ اثنين يو زائد واحد يو تربيع اللي هي عبارة عن اثنين يو والليو ش مشتقتها؟ واحد فبنحكي هاي هايو ساوي ثنين يو زائد واحد طيب نشوف هاي الثانية اليو اللي جوه ها اكس هايها هاي الواحد مشتقته صفر مشتقت الاكس معاملها اللي هو سالب واحد فإذا هاي مشتقتها كم؟ سالب واحد حل الآن بدنا نرجع اليو لأصلها بدنا نرجع اليو ايش يا جماعة الخير؟ لا أصلها اليو شو أصلها؟ أصلها واحد ناقص اكس فبشيل هاي اليو شو بحط مكانها واحد ناقص اكس حلو نزل الي قبلها اللي هو اثنين ونزل الي بعدها اللي هو زائد واحد ونزل الي هاي ضرب سالب واحد تمام؟ بس شلت اليو حطيت مكانها قيمتها ونزلت كل اشي مكانه حلو اللولوية للضرب بضرب اثنين في واحد وبضربها في الاكس فراح تصير بكملها هون اثنين ضرب واحد اللي هي اثنين حلو اثنين ضرب سالب اكس هي سالب اثنين اكس تمام؟ وهون شو في عندي؟ زائد واحد الكل ضرب سالب واحد حلو الآن عندك جوا القوس هنا ثنين موجبة وواحد موجبة شو رح يصيروا؟ رح يصيروا يا سيد العزيز ثلاث حلو ناقص اثنين اكس تمام؟ كلهم مضربين في كم؟ في سالب واحد عشان هيك خليت هنا اخر اشي لما فضيت المسألة جوا هس برجع بضربهم حلو فهيك رح تنعكس الاشارة يعني السالبة رح تصير موجبة والموجبة رح تصير سالبة فبكتب الموجبة اول اشي ثنين اكس بعدين بكتب السالبة سالب ثلاث هاي الناتج ثنين اكس ناقص ثلاث نيجي عن الخيرات هايها ثنين اكس ناقص ثلاث وصلت كيف؟ بس هنا جماعة الخير اشتقيت على قاعدة السلسلة الاصلية الاول اشتقيته لحال والثاني اشتقيته لحال وشلت اليو حطت قيمتها الاصلية اللي موجودة معنا تمام سؤال اربعة اذا كان اف ال اكس يساوي سالب تسعة على اكس فكامل مشتقة للسالب ثلاثة هنا قاعدة مقلوب لانه عدد ثابت على اقتران طلع كيف اشتقها لازم العدد الثابت اللي فوق اعكس اشارته يعني هو سالب تسعة رح يصير تسعة ضرب باشتق الاقتران اللي في المقام شمو اشتقت الاكس واحد على المقام تربيع حلو كم طلب اعوض سالب ثلاثة تعالوا نعوض مكان اكس سالب ثلاث تسعة ضرب واحد تسعة فهاي رح تصير سالب ثلاث تربيع طب كم سالب ثلاثة تربيع التربيع بشيل السالب ثلاثة تربيع ثلاثة تربيع تسعة فتسعة تقسيم تسعة كم الجواب واحد اذا الجواب فرع بي تمام هون السؤال بيحكي لك استعمل قاعدة السلسلة في ايجاد المشتقة عند قيم اكس المعطاة حلو هاي اول واحدة فيهم بده اياك ايش تشتقها طيب هون معطيني ي بدلالة يو و يو بدلالة اكس وحكيلي باستعمال قاعدة السلسلة فنيجي نكتب القانون اول اشي دي واي على دي اكس بتسام دي واي على دي يو ضرب دي يو على دي اكس اذا كان الحل مش دوائر لازم تكتب القانون لانه عليه علامات طيب الواي اللي جواها يو داك تشتقها ثلاث ضرب اثنين هاي ستة يو تربيع زائد ثلاث ضرب ثلاث هاي ستة يو قس واحد يعني ستة يو تربيع حطهم في قوس خلنحط القوس احمر تمام ستة يو تربيع زائد ستة يو حلو هاي للمشتقة الاولى ضرب نشوف يا جماعة الخير اللي جنبها يو بدلالة اكس مشتقة الاكس واحد وجذر الاكس اللي هو واحد على اثنين جذر اكس صح؟ فنيجي نكتبها هنا برضه جوا القوس واحد زائد واحد على اثنين في جذر الاكس وهاي كمان يا سيد العزيز داخل قوس حلو طلب السؤال المشتقة لما تكون الاكس كم؟ لما تكون الاكس واحد حلو اذا نعمل هنا بلا بوكس نحكي ان الاكس تساوي واحد طيب نشوف كم اليو بتطلع كم اليو راح تطلع اليو اصلا من السؤال هيها هي ايه لها معادلة اكس زائد جذر اكس فبنكتب هنا تساوي اكس زائد جذر اكس يعني بعوض الواحد مكان كل اكس موجودة عشان اعرف كم اليو فبحكي يو تساوي مكان اكس بحط واحد زائد مكان هاي الاكس بحط واحد جذر الواحد واحد واحد زائد واحد كم بتطلع اثنين اذا قيمة اليو يا جماعة كم طلعت؟ اثنين فهذه الماجي يعوض اليو بحط اثنين الايكس بحط واحد تمام؟ يلا تعالوا نيجي لالاولى هاي ضرب هاي اول اشي نعوض مكان اليو كم حكينا اثنين تربيع الي هي اربع فايق ستة ضرب اثنين تربيع زائد ستة ضرب اثنين هنا مكان الاكس واحد زائد واحد على اثنين في جذر الواحد وتساوي اثنين تربيع هي اربعة اربعة ضرب ستة كم؟ اربعة عشرين زائد ستة ضرب الاثنين واللي هي اثنعش حلو هدول جوا القوس الاول ضرب هون في عندك واحد زائد هسا واحد على جذر الواحد اللي هي طبعا جذر الواحد واحد ضرب اثنين يعني اثنين ففي عندك نص وهون واحد يعني واحد زائد واحد على اثنين حط على واحد اضرب في اثنين اثنين ضرب واحد اثنين زائد واحد اللي هي ثلاث على اثنين توحيد مقامات يعني تمام؟ فهون رح يطلع معك جوابها كم؟ ثلاث على اثنين اللي هي ثمنطعشر ثمنطعشر ضرب ثلاف اللي هي كم رح تطلع؟ ثمانية واربعين صح؟ اه اربعة واربعين اه اربعة واربعين اللي هي رح تطلع معنا اوربع اربعين نرجع نشوف اه اربعة وخمسين اه اناسف اربعة وخمسين هيا ثمنتعشر ثلاث في تمانية اللي هي?!" 24 ثلاثة في واحد ثلاثة في اثنين هاي خمسة اربعة وخمسين مزبوط اذا الناتج تباحها كم بطلع فرع دي واللي هو اربعة وخمسين طيب نشوف فرع بي طبعا كله باستعمال قاعدة السلسلة فرع بي نفس الفكرة معطيك وي بدلالة يو لعنده هنا ويو بدلالة اكس حلو طالب منك ايش تشتقهم على قاعدة السلسلة نعمل اول شي الاولى حكينا طبعا نكتب القانون يلا نشتق الاولى اللي هي ثلاثة يو تربيع تمام ناقص اثنين ضرب سبعة هاي اربعة عطعش يو تبر الثانية اللي هي اكس تربيع شو مش تقتها اثنين اكس هو معطيك الاكس واحد عشان تعرف كامل يو عوضها مكان كل اكس فبنحكي يو تساوي واحد تربيع يعني واحد واحد زائد ثلاث كامل بتطلع اربعة اذا قيمة اليو اربعة والاكس واحد تعال نعوض رح نحكي تلات في اربعة تربيع ناقص اربعة عطعش في اربعة تمام ضرب اثنين مكان الاكس بنحط واحد اذا مكان يو حطيت اربعة مكان اكس حطيت واحد الان بحكي اربعة تربيع ستعاش تمام ستعاش ضرب ثلاث اللي هي بتطلع معك ثمانية واربعين ناقص اربعتاش ضرب لثنين اربعتاش ضرب اربعة اللي هي بتطلع معك ستة وخمسين حلو هدول مع بعض ضرب اثنين ضرب واحد اللي هي اثنين الان ثمانية واربعين ناقص ستة وخمسين رح تعطيك اللي هي عبارة عن ثمانية بس ثمانية سالب ثمانية ضرب لثنين كمي الجواب سالب ستاش اذا الناتج هو في العدي تمام يا جماعة اذا بس طبقت قاعة السلسلة الاصلية لحل هذا السؤال ممتاز تعالوا نشوف مع بعض يا جماعة الخير السؤال اللي بعدي السؤال اللي بعدي بيودينا على السؤال الثالث اللي هو بيحكي لك توصل الدراسة بيئية لنمذجة مقدار التلوث ومعطيك هذا الاقتران تمام اول اشي طالب منك بفرع جد معدل تغير مقدار التلوث في البحيرة بالنسبة للزمن شو حكالي اهم كلمة جد معدل التغير معدل التغير كأنه السؤال بيحكي لك اشتقني شو بيحكي لك السؤال اشتقني بس هاي الاقتران تعال اشتق بنحكي بي فتحة لتي تساوي بس على قاعدة القوس نزل الثلاث لورا تمام خلي الجوا القوس نفس ما هو زائد اربعة نقص من القوس واحد بصير اثنين ضرب بنشتق الجوا القوس جنبها يعني تي قوس نص نزل النص ورا وهي تي ونقص ان القوس واحد يعني نص ناقص واحد شو بتعطيك سالب نص حلو تمام والاربع مشتقتها صفر هستنتبه علي شوي القوس عندك عدد سالب ممنوع يكون القوس عدد سالب لعد شو بدي عمل بدي ينزلها مع مين مع الاثنين في المقام فطلع شو رح تصير هاي ثلاث نفس القوس تي قوس نص زائد هنا في عندك زائد اربعة ومين صفة بالمقام بالمقام عندك هاي الاثنين وهاي لما تنزلها شو رح تصير تي قوس موجب نص قوس موجب ايش يا جماعة نص طبعا الجدر التربيعي للتي هو تي قوس نص صح؟ فبتقدر انت من تي قوس نص شو ترجع لي اياها لجدر تربيعي يعني هون بدنا نشيل النص هاي شو نكتبها نكتبها يسيد العزيز الجدر التربيعي للتي تمام تمام اذا هينيشتقيت الاقتران طلع القوس سالب نزلته للمقام ورجعته لجدر حلو الحكي السؤال او الفرع بي بحكي لك جيد معدل التغير بعد 16 عام هاي الستعشر عام مكان تي مكان الزمن بدك تعوض كم 16 طب هون يا استاذ في نص برضو فوق شفتها هاي النص هي اصلا مشو اصلها؟ اصلها جدر التي صح؟ تمام فمكان كل تي بدك تعوض 16 تعالوا بلا نعوض بي فتحة لل 16 تساوي هاي هون 3 في جدر لل 16 زائد 4 على 2 في جدر لل 16 ويساوي جدر ال 16 كم يا جماعة؟ 4 4 زائد 4 هاي بتطلع 8 الثمانية مضروبة في كم؟ مضروبة في 3 على جدر ال 16 كم؟ 4 طب في قبلها مضروبة في 2 يعني 4 ضرب 2 كم؟ 8 اشطب 8 مع الثمانية شو الجواب رح يطلع؟ 3 اذا بس اشتقيت الاقتران والفرع البعدي بده معدل تغير بعد 16 عام يعني بس عوض 16 good good السؤال الرابع معطيك طبعا كل هدول المعطيات ف لتنين ف فتحة تنين ف فتحة الستة جي لتنين جي فتحة لتنين كل ياتهم هدول المعطيات بدي اأجل بدي اأجل هاد للدرس اللي بعدي بس هاي طيب هون بيحكي لي بديو هاي كمان بس يلا ماشي مش مشكلة طلع هون جابلك هاد القوس كاملا وعليه مشتقة لما يجيب لك القوس الكبير وعليه مشتقة فوق اعرف انه جوابه صفر جوابه ايش يا جماعة الخير صفر لازم المشتقة يتكون على القوس الصغير طلعوا على الرموز مش على القوس مع الرقم اذا كان على القوس مع الرقم عطول مشتقته صفر اما هون لا هيك بتصير ذاك يطبق القاعدة يعني هون مثلا اف ناقص اتنين جي لكل فتحة للاتنين بدك تشتقها ذاك توزع المشتقة لل اف بتصير اف فتحة لمين للاتنين طيب بناتهم ناقص فيه اتنين معامل حلو الجي اعطيها مشتقة بتصير جي فتحة ولمين الرقم اللي هو الاثنين حلو صارت اف فتحة لثنين ناقص الثنين ضرب جي فتحة لثنين قديش اف فتحة لثنين اف فتحة لثنين هيها تسالب ثلاثة فبنشطبها بتحط اللي سالب ثلاث ناقص فيه اثنين ضرب كم جي فتح الاثنين جي فتح الاثنين يسيد العزيز تسعة بتشطبها بتحط اللي تسعة الاولوية اكيد لمين للضرب ثنين ضرب تسعة ثمنتاش سالب وفيه هنا ثلاثة سالب بصيروا سالب واحد وعشرين وهي طلعنا له الجواب اذا بس طبقت القاعدة وزعت الاشتقاق عليهم هنا السؤال بيحكلك جد اتش فتح الاثنين يعني بكتشطق هذا الاقتران اللي هو الاقتران المركب الاقتران جواته اقتران طلع كيف هاي باشتقها يلا اتش فتح الاثنين تساوي بدي اشتقها عندي اقتران برا واقتران جوة الاقتران البرا باشتقه اول شي بدل اف شو بصير اف فتحة بنكتب الاقتران اللي جوة زي ما هو جيل اكس تمام ضرب بدي اشتق الاقتران اللي جوة بدل جيل اكس شو بشو رح يصير جيل فتحة لل اكس بعيد مرة ثانية الاف الاقتران البرا شتقيتها صارت اف فتحة كتبت الاقتران اللي جوة نفس ما هو الان شتقيته ايش جمبها مع اشارة ضرب الان بدك يتعوض لاثنين صح يلا اتش فتحة لاثنين تساوي مكان كل اكس حط اتنين هاي اف فتحة لجيل اثنين قوس ضرب جي فتحة لمين يا جماعة للاثنين ممتاز يلا هسا جيل اثنين هاي قداش قيمتها من السؤال جيل اثنين يا ابو الحبايب قيمتها ستة فبتشطبها بننزل مكانها ستة يعني بنزل اول شي اف فتحة قوس مكان جيل اثنين شو رح يصير ستة يلا ضرب كم جي فتحة لاثنين نرجع للسؤال جي فتحة لاثنين تسعة شيلها وحط تسعة تمام الان اف فتحة لالستة كم من السؤال اف فتحة لالستة سالب واحد اذا تشطب لي اف فتحة الستة هي سالب واحد ضرب التسعة الناتج سالب تسعة ويسعدينك فهمت كيف اذا طبقت القاعدة اللي هسا حكيتها باشتق الاقتران اللي برا بحافظ علي جوه وباشتقه جنبي تشبه كثير قاعدة القوس تمام طيب وبس سرت اشيل ارقام واعوض الارقام اللي موجودة معي حلو الحكي نشوف هاي نفس الفكرة جدء اش بدهم اتش فتحة لاثنين يلا عندي اربعة اف في الاكس تربيع هاي قوس يا جماعة هاي عندك اقتران جوه قوس وعلي قوس هاي قاعدة قوس لما تيجي تشتقها يلا اتش فتحة لالاكس تساوي بدك تنزل القوس تضربه في الرقم اتنين في اربعة ثمانية انا بننسخ نفس القوس اف في الاكس بننقص من الاثنين واحد بتصير واحد ضرب شو مشتقت اللي اف في الاكس داشتقها جنبها يعني هون اف في الاكس مشتقتها يا استادي اف فتحة لالاكس حلو الحكي شو طلب نعوض هسا الاثنين يلا بنحكي اتش فتحة لاثنين تساوي ثمانية ضرب اف في الاكس واحد ضرب اف فتحة لالتنين ممتاز ويساوي ثمانية ضرب ناشوفكم اف لاثنين اف لاثنين واستاز هي اف لاثنين واخت اتنين لأطلق 2 فتحة لاثنين يلا ضرب ك prophetsli ثلاث ثلاثة تشطب هاي اتحوت ثلاثة تمام يلا هسا بنضرب تمانية ضرب سالب ثلاث اللي هي سالب اربعة وعشرين سالب اربعة وعشرين ضرب اثنين واللي هي سالب ثمانية واربعين تمام يا جماعة طبقنا قاعدة الاشتقاق بس هيك بنكون خلصنا الورقة العمل الاولى على قاعدة السلسلة خلونا نفوت هسا في ورقة العمل تبعت ايش مشتقة الضرب والقسمة يلا نشوف يا جماعة السؤال الاول جد مشتقة الاقتران هاض هنا عندك قاعدة القسمة هسا كن رح يصير قاعدة قسمة وقاعدة ضرب ومقلوب وهذول يلا عندي اكس زائد اثنين على اكس زائد اربعة بدنا نشتاقها حلو أفة الاكس تساوي اكس زائد اثنين على اكس زائد اربعة اول اشي ي command of x3 شعورت القواعدة القسمة اللي هي المقام مشتقة البسط ناقص البسط مشتقة المقام عالمقام تربيع يلا تعالوا نطبقها F فتحة لل X تساوي بنمد خط القسمة بنحكي المقام تحت تربية X زائد 4 تربية وبنكتب المقام فوق X زائد 4 تمام بدي أشتق البسط شو مشتقت ال X 1 تمام ناقص إذا أنا بنكتب البسط X زائد 2 فمشتقت المقام اللي هي كان برضه 1 حلو الحكي هسا بدك تصير توزع طبعا القوس لما تضربه في 1 ما بتأثر يعني X زائد 1 4 تمام ناقص هسا ناقص هنا بتتأثر لأنه راح تفوت على القوس على الحد الأول وعلى الحد الثاني يعني بدل ما هي X حتصير سالب X بدل ما هي 2 حتصير سالب 2 على المقام يا أستاذي وشو في عليه تربية ممتاز يلا أنت لحد هنا بطل عندك موجب X عندك سالب X تشطبهم زي الشاطر عندك موجب 4 عندك سالب 2 بتطرحهم لأنه الإشارات مختلفة 4 ناقص 2 الجواب في البسط 2 وفي المقام X زائد 4 لكل تربيع هيا كيك بتكون طلعت الجواب فإذا الناتج رح يكون فرع B وصلت كيف؟ ممتاز نشوف السؤال البعدي إذا كان X يساوي هذا الاقتران نجد F فتحة الواحد بده إياك تشتاق وتعوض واحد بدنا نشتاق بالنسبة لقاعدة الضرب هذا الاقتران الأول وهذا هو الاقتران الثاني صح؟ تمام تعالوا الآن نشتاقهم X تربيع في 2X تربيع زائد 4 X تربيع في 2X تربيع زائد 4 يلا F X بتساوي X تربيع في 2X تربيع زائد 4 لكل تربيع صح؟ أو ليس الصح؟ الصح حلو السؤال طلب منها تشتاق وتعوض واحد تعالوا هسا نشتاق حكينا هذا الاقتران الأول وهذا الاقتران الثاني يلا على قاعدة الضرب شو هي قاعدة الضرب يا أستاذ؟ الأول في مشتاقة الثاني زائد الثاني في مشتاقة الأول جود يلا نزل الأول ضرب هاي النقطة عن الضرب اشتاق الثاني على قاعدة القوس بنزل القوس بنسخ القوس تمام نطرح أن القوس واحد بظل واحد ضرب مشتاقة القوس وضرب 2 في 2 هاي 4X حلو هاي الأول في مشتقة الثاني هس زائد بنزل الثاني اللي هو 2x تربيع زائد أربعة لكل تربيع ضرب مشتقة الأول شو مشتقة الـx تربيع اللي هي 2x أحسنت تمام يلا هنا اشتقينا السؤال طلب منك تعوض يا سيد العزيز واحد تعال عوض لي واحد طبعا طلعوا علي أي إشي قبل إشارة الزائد إله تبسيط لحال وأي إشي بعد إشارة الزائد إله تبسيط لحال تمام طيب يلا تعال هسنعوض واحد واحد هيها واحد تربيع ضرب 2 هون عندك 2 ضرب 1 تربيع زائد أربعة ضرب أربعة في واحد هذول كلهم بدي أطلع جوابهم لحال والناتج بجمعه مع جواب هذولا يلا 2 ضرب 1 تربيع زائد أربعة تربيع ضرب 2 مكان الـx بنعوض 1 حلو الآن 1 هي بلا سالب 1 كانت نشوفها بالله 1 آه مزبوط تمام 1 تربيع بتطلع 1 1 ضرب هاي لتنين ضرب هاي الأربعة يعني 1 ضرب 2 ضرب أربعة شو بتعطيك ثمانية تمام جوا القوس 2 ضرب 1 2 2 زائد الأربعة شو بصيرو 6 يعني 8 ضرب 6 زائد نشوف هاي 2 ضرب 1 2 زائد أربعة 6 6 تربيع كم 6 وثلاثين اخونا من الحط 36 ضرب كم 2 ضرب 1 اللي هي 2 8 في 6 اللي هي سيد العزيز اللهم سعى سيدنا محمد 48 تمام زائد 36 في 2 اللي هي 72 صح ممتاز إذا نجمع لياهم رح يطلع معك 130 صح نشوف 130 120 مزبوط 180 مزبوط 120 صح 120 مش 130 إذا الناتج جماعة اللي هو فرع 120 طب بقت فيه قاعدة الضرب وعوضت آخر الشي رقم حلو نشوف هنا طبعا هذا السؤال حلينا زيه في شو اسمها قاعدة المقلوب في قاعدة السلسلة حلينا زيها صح اللي هي طلع معنا الجواب بالآخر واحد رح يطلع معك اعكس الإشارة اللي هو تسعة فمشتقة المقام واحد على المقام تربية يعني اكس تربية وبتعود ثلاث فرح تصير تسعة على ثلاث تربية اللي هي تسعة واشطب الجواب كم واحد شوف هاي إذا كان الف الاس يساوي اي اكس تربية حيث اي عدد ثابت كم المشتقة طب الاي قال لك عدد ثابت مثلا خمسة اكس تربية تمام اضرب اثنين في خمسة شو بتصير عندك مش خمسة عندك اي فلما تيجي تشتقها تضرب اثنين في اي رح تصير اثنين اي وهاي اكس اث واحد صح تمام إذن الجواب اثنين اي اكس وصلت إذن الاي هنا عدد ثابت مش اقترام يلا نفس الفكرة إذا كان سي تربية اكس تربية حيث سي عدد ثابت كم المشتقة نفس اشي سي تربية عدد ثابت فأنا بدي أشتق الاكس تربية بضرب اثنين في السي تربية رح تصيري ثنين سي تربيع وهي الاكس اطرح من الاس واحد بتظلها اكس فالجواب ثنين سي تربيع اكس اللي بعدها معطيك هنا جي لتنين وجي فتحة اتنين وبيحكي لك هاي الاقتران جد المشتقة عند الاتنين تمام بدي اشتق وهذا قاعدة قوس قوس عليه اس يلا تعالوا نشتقه رح نحكي اف فتحة لل اكس تساوي بنزل اس لورا ثلاث بنسخ نفس القوس جي اكس بنطرح من الاس واحد بصير اثنين ضرب بنشتقه لجوا شو مشتقته جي فتحة لل اكس حلو الان دك تعوض مكان كل اكس اثنين يلا يا سيد العزيز اف فتحة لل اثنين تساوي ثلاث مكان جي الاكس حتصير جي لاثنين وشو في عليها تربية ضرب هاي مكان جي فتحة الاكس حتصير جي فتحة لل اثنين ويساوي الان جي لاثنين من معطيات السؤال جي لاثنين هي تلات لكن عليها تربيع يعني رح تصير تلات تربيع مضروبة في كم برا مضروبة في التلات هاي ولسا مضروبين بجي فتحة الاثنين كم جي فتحة الاثنين واحد يعني كل الجواب ضرب واحد تلاتة تربيع تسعة تسعة في تلات هاي سبعة وعشرين ضرب واحد رح تضلها كم سبعة وعشرين هو الناتج الصحيح تمام بس قاعدة القوس هنا اذا كان اف ال اكس جي اكس طلعوا يا جماعة الخير هاي السؤال كيف نفس ما حكتلكم انتبهوا جايب لك المشتقة على القوس والرقم يعني على الاقتران الصغير ومع الرقم وحط لك المشتقة برا لما يجيب المشتقة برا الجواب على طول شو بيطلع صفر تمام شو بيطلع الجواب صفر طب افرض يا أستاذ ما تجيب لك المشتقة برا شو بتعمل بهاي الحالة مثلا جيبها جوة زي هيك بدك تشتق على قاعدة الضرب يعني زي هيك تحكي هاي الاول اللي هو F الواحد ضرب اشتق الثاني بصير جي فتحة للواحد زائد تكتب الثاني اللي هو جي الواحد ضرب تشتق الأول اللي هو F فتحة للواحد بعد هيك بتصير تنقيهم تنقي يطلع F الواحد وين F الواحد آه هذا الرقم الثنين لازم آسف هاي لازم اثنين مش واحد يعني كل هدا الارقام اثنين تمام F الاثنين قداش ثلاث شيلها وحط ثلاث ضرب جي فتحة اثنين جي فتحة الاثنين هاي انا كتب لك هنا جي فتحة الاثنين تساوي F الاثنين وتساوي ثلاث يعني برضو جي فتحة الاثنين كم تساوي ثلاث حلو زائد جي الاثنين وF فتحة الاثنين كلهم بساوي أربعة اذا جي الاثنين أربعة ضرب F فتحة الاثنين برضو كم أربعة أربعة في أربعة ستتعاش زائد ثلاثة في ثلاثة هي تسعة ستتعاش وتسعة بطلع خمسة وعشرين تمام؟ هذا في حال كانت المشتقة على القوس الصغير اللي جوه تمام؟ أما على القوس الكبير مع الرقم لا جوابها على طول صفر ممتاز نكمل هنا في الأسئلة عندنا سؤال ثمانية نحكي لك إذا كان يساوي هذا الاقتران فإن المشتقة تساوي طيب هنا في طلاب رح يروحوا يحلوا ليها مباشرة على قاعدة القسمة حالهم مش غلط صح لكن طويب إحنا حلنا أسرع كيف يعني حلنا أسرع؟ طلعوا بدي أوزع المقام على حدود البسط طلعوا كيف رح تصير 2x4 هايها على بعطيها مقام 3x تمام؟ شو الإشارة لبناتهم؟ زائد هون عندك نفس الإشي 9x تربيع على نفس المقام اللي هو كم؟ اللي هو 3x تمام لهون؟ تمام الآن بدي أجي أشتق طلعوا كيف إذا أجي أشتق قبل ما أشتق لسه فيه هون اختصارات عندك فوق أربع اكسات وتحت اكس واحدة فرح يضل من فوق ثلاث اكسات هون عندك ثنتين اكس وهون واحدة اكس بيروحوا وتسعة تقسيم ثلاثة كم؟ اللي هي ثلاثة فلو بدي أرجع أرتب المسألة رح تصير y تساوي اختصرنا واحدة مع واحدة بيضل اتنين على تلات اكس او سكم او س تلات تمام يلا زائد تسع على تلات تلات وشطبنا اكس واحدة مع اكس واحدة فبيضل تلات اكس هسا بدي أجي أشتقها نحكي y فتحة او dy ع dx اضرب تلات ضرب اثنين على تلات زي هي تلات ضرب اثنين على تلات تختصر تلات مع تلات شو بيضل؟ اتنين اذا هون بنحط اثنين يلا هاي اكس اطرح من الاس واحد بتصير اكس تربيع تمام زائد شو مشتبط الاس واحد؟ تلات فالجواب اثنين اكس تربيع زائد تلات اللي هي فرع سي الان مرة ثانية للي ما فهمها بدي ارجع احلال كويها ثنين اكس اص اربعة رحاس في ناس ايش من نوع السطل هنا يلا ثنين اكس اص اربعة زائد تسعة اكس تربيع على ثلاثة اكس هنا انا حكيت انه المقام حد ثلاثة اكس هيك انه المقام حد واحد بدي اوزع الحد الاول وعلى الحد الثاني فرح تصير زي هيك ثنين اكس اص اربعة تقسيم ثلاثة اكس تمام زائد هاي نفس الفكرة تسعة اكس تربيع تقسيم ثلاثة اكس طب الساد متى بعملها هاي الحركة اذا كان المقام حد واحد فقط هاي المقام حد واحد بوزع على حدود البسط تمام يعني بنختصر اكس واحدة مع اكس واحدة رح يظل اتنين على ثلاثة تمام وهون اكس اص ثلاث لانه شلنا اربعة ناقص واحد ثلاث زائد تسعة تقسيم ثلاث هاي اتنين ثلاث طيب و اكس تربيع بتروح مع اكس واحدة شو بيضل اكس واحدة تمام هاي هي الواي ها السباجة باشتقها يلا رح نكتب واي فتحة تساوي ثلاث ضربة اتنين على ثلاث يعني هون رح يصير الثلاث تختصرها مين بيضل اتنين اتنين اكس تربيع لانه نقصنا من الاس واحد زائد معامل اكس هنا كم ثلاث فهي جوابها اتنين اكس تربيع زائد الثلاث ممتاز ممتاز هايها يلا فرعة تسعة بحكي لك هاي المشتقة بدي اياك او هاي الاقتران اشتق وعوض سالب واحد طبعا رح نطبق قاعدة القسمة مرة ثانية يلا اول اشنا نحط المقام نرسمه هو خلينا نكتبها فوق او اكس تربيع ناقص اربعة ثلاث اكس زائد اكس تربيع ناقص اربعة على ثلاث اكس زائد اثنين هاذا هو الاقتران اف الاكس طلب مني اشتقه على قاعدة القسمة يلا طبعا هم ما احكي لك على قاعدة القسمة انت بتعرف لانه هيو مبين قسمة حلو نكتب اول شي المقام تحت تربيع ثلاث اكس زائد اثنين الكل تربيع هسا نكتب المقام كمان مرة فوق ثلاث اكس زائد اثنين ضرب اشتق البسط الاكس تربيع شو مشتقتها ثنين اكس تمام ناقص الان بتكتب لي البسط اللي هو اكس تربيع ناقص اربعة ضرب مشتقت المقام شو مشتقت التلاتة اكس واللي هي ثلاث حلو الان بعد ما اشتقت هو طلب اعود رقام طلب نعود سالب واحد يلا تعال نعود سالب واحد اف فتحة للسالب واحد رح نحكي رح تصير هنا ثلاث ضرب سالب واحد زائد اثنين يلا هون اثنين ضرب سالب واحد تمام ناقص هنا عندك سالب واحد تربيع ناقص اربعة وهناك عندك تلات كلهم على 3 ضرب سالب 1 زائد 2 لكل تربيع ما كان كل X شلتها وعوضت سالب 1 بس يلا 3 ضرب سالب 1 سالب 3 سالب 3 وموجب 2 منطرح والإشارة الأكبر بصيروا سالب 1 حلو 2 ضرب سالب 1 سالب 2 ناقص سالب 1 تربيع اللي هي 1 1 ناقص 4 اللي هي سالب 3 منطرح والإشارة الأكبر وهنا برضو عندك ضرب 3 وكلهم على 3 ضرب سالب 1 سالب 3 وموجب 2 رح يصيروا سالب 1 تربيع اللي هي كم 1 طيب سالب 1 في سالب 2 هاي 2 موجة ناقص سالب 3 ضرب 3 اللي هي سالب 9 وعشان فيه سالب رح تصير موجة على 1 ما بيأثر 2 زائد 9 اللي هي كم 11 إذن جوابها بيطلع 11 تمام؟ هيك من كل جماعة الخير طبقنا قاعدة القسمة وعوطنا الرقم اللي هو سالب 1 ممتاز نشوف السؤال اللي بعديه بيحكي لك إذا كان F الـ X يساوي هذا المقدار جد المشتقة طيب 2 X لو بدي أشتقها شو بتصير 2 ناقص هاي قاعدة مقلوب يعني رح أضرب الـ 6 في سالب رح تصير سالب 6 ضرب مشتقة المقام اللي هي واحد على المقام تربيع صح؟ تمام فرح يصير عندك سالب السالب اللي هي موجب فرح نكتبها زي هيك 2 موجب 6 ضرب 1 6 على X تربيع إذن هي 2 زائد 6 على X تربيع فالجواب في رائعه تمام؟ هون لما تطبق قاعدة المقلوب انتبه إنك تعكس إشارة البسط وإذا كان في قبله إشارة سالب تدمجهم شو بصيروا إشارة موجب تمام؟ ممتاز السؤال اللي بعدي إذا كان F الـ X يساوي هذا المقدار كامل المشتقة بتطلع برضو هون جماعة الخير على قاعدة القسمة هاي بدي أكو أنتوا تحلوا لي يا حالي أنا زيها كثير قاعدة القسمة طبعا حلولهم كل ياتهم موجودات عندي للي بدو يطلبهم طيب هاي برضو قاعدة قسمة وبتيجي بتعوض واحد برضو حلولها موجودة عندي حلو تمام تمام حلو هيك وصلنا عند مشتقة الاقتران الأسي والاقتران اللغريتمي اللي هو الدرس الثالث ما قبل الأخير فبدي منك توقف شوي تروح تأخذ بريك وترجع عشان نكمل مع بعض تمام؟ ممتاز الان يا جماعة الخير وصلنا للدرس الثالث اللي هو مشتقة الاقتران الأسي واللغريتمي بدنا نشوف هسا كيف رح نشتقهم طبعا للتذكير عندي إي أكس شو مشتقتها؟ بتظلها إي أكس إذا كان عندك لن الإكس شو مشتقتها؟ واحد على إكس تمام؟ طيب عندك هنا إكس تربيع ضرب إي أكس لك تشتقها وتعوض واحد طبعا لما تشتق هنا رح تشتقها على الضرب أكيد هاي الأول وهي الثاني فرح نكتب الأي المشتقة في فتحة الإكس تساب الأول زي ما هو إكس تربيع ضرب اشتق الثاني واللي هو إي أكس زائد إن ستكتب لي الثاني واللي هو إي أكس ضرب اشتق الأول واللي هو اثنين إكس حلو إذا عندك تعوض واحد يلا نعوض واحد رح تصير هاي واحد تربيع ضرب إي أس واحد زائد إي أس واحد ضرب ثنين ضرب واحد هسا واحد ضرب إي اللي هي إي زائد إي ضرب ثنين اللي هي ثنين إي طبعا عندك إي واحدة واحدة إي وثنتين إي شو بيصيروا؟ ثلاثة إي فالناتج اللي هو ثلاثة إي تمام؟ طيب اللي بعديها عندك إف الأكس تساوي أربعة إكس ضرب لن إكس هاي برضو نفس الفكرة اقتران اول وهي الاقتران الثاني بدك تحلهم على قاعدة الضرب وتعوض واحد وللتذكير كم لن الواحد يساوي صفر طيب وشو كمان وإي الصفر شو تساوي واحد صح يلا هسا رح نشتب قاعدة الضرب رح نحكي فتح على الاكس تساوي يلا بنكتب الاول زي ما هو اربعة اكس ضرب شو مشتقت الثاني اللي هو الان مشتقته واحد على اكس زائد اكتب الثاني واللي هو لن ضرب اشتق الاول شو مشتقت الاربعة اكس اربعة حلو هسا داك تعوض لي كم طالب السؤال تعوض واحد طبعا نقدر نختصر اكس مع اكس بيظل عندك واحد واحد ضرب اربعة اللي هي اربعة زائد هون داك تعوض لن مكان اكس واحد ضرب اربعة كم لن الواحد صفر طب صفر ضرب اربعة كاملة بتصير صفر صح فبيظل الناتج الاربعة اللي في البداية فالجواب فرع سي واللي هو اربعة تمام لن الواحد صفر وضربها في اربعة بيظلها صفر والواحد ضرب اربعة اللي هي اربعة اللي بعده عندك لن جواء اقتران لما يكون لن جواء اقتران بتكتب الاقتران في المقام وبتشتقه بالبسط يعني عندي لن جواء مية اكس زائد اربعة طلعوا كيف بحلها بحطي السعب وهي خط كسر بكتب اللي جواء اقتران جواء اللي تحت مية اربعة نفس ما هي كتبتها تحت بدك تشتقها هسا المية اكس شو مشتقتها جماعة الخير مية فبتصير الناتج مية على مية اكس زائد اربعة واللي هي فرع سي ممتاز يلا اذا كان لن اكس ضرب اي اكس كم يساوي طبعا فيه كمان معلومة لن ال اي كم بتطلع واحد بتشطبها مع ال اي اللي تحت بتطلع واحد طيب لن ال اكس ضرب اي اكس هون جماعة الخير برضو قاعدة ضرب هاي الاول وهي الثاني بدك تحلها على قاعدة الضرب رح تيجي تكتب كالتالي فتحة للا اكس تسابق الاول اللي هو لن ال اكس ضرب شو مشتقت الثاني اي اكس شو مشتقتها اي اكس زائد بنكتب الثاني واللي هو اي اكس ضرب بنشتق الاول شو مشتقت لن ال اكس واحد على اكس حلو الحكي يلا هسا بدك تعوض مكان الاكس سيد العزيز كم طلب نعوض طلب نعوض واحد يلا ويساوي هاي رح تطلع معك لن ال واحد ضرب اي اوس واحد زائد اي اوس واحد ضرب واحد على واحد طبعا لن ال واحد هاي صفر صفر ضرب اي اشي رح يصير صفر زائد اي ضرب واحد اللي هي كم اي فخلص الناتج بطلع اي صفر زائد اي يعني الناتج اي طيب هاي عندك لن جوا اقتران صح؟ حكينا لما يكون جوا اللن اقتران لما بدي اشتق اللن وجوا اقتران بكتب الاقتران تحت و بشتقه فوق صح؟ تمام بس هون يا جماعة الخير عندي فكرة ثانية انا لانه جوا اللن عندي قسمة صح؟ فاذا انا بدي اكتب اللي جوا اللن تحت اكس ناقص واحد على اكس وبدي اشتقه فوق رح اشتقه قاعدة قسمة يعني رح يصير كثير كثير طويل الحل بيطلع معنا اربع طوابق طب ما في طريقة مختصرة للحل؟ اكيد يا جماعة فيه انا استاذكو عيب عليكو طلعوا كيف هاي الطريقة؟ تتذكروا من قوانين اللغريتمات اذا كان في لغ جواه قسمة شو بنعمل؟ يعني زي هيك عندك لغ عندك اي على بي كيف هاي بنكتبها؟ لغ الاي ناقص لغ البي صح؟ بنحول من قسمة لعملية طريح صح ولا مش صح؟ صح طيب بس هون احنا عنا لن يا استاذ طب اللي بيصير على اللغ برضو بيصير على اللن تمام؟ اذا في عندك لن جواه قسمة اكيد رح يصيروا لنين لنين جواهاتهم طريح حلو؟ يلا نكتب هسا اللن الاول اللي هو اللي في البسط اكس ناقص واحد ناقص نكتب اللن اللي في المقام اللي هو كام؟ اكس لحظة انا ما اشتقيت انا بس وزعت اللن لانه عندك جوا اللن قسمة بيصيروا اللنين طريح اللي هي الاشارة البناتهم هسا بدك تشتاق هاي طبعا نسا اف الاكس هسا رح تيجي تشتاقها اف فتحة تساوي عندك لما يكون لن جواهات اقتران بنكتب تحت ومشتاقته فوق شو مشتاقت الاكس واحد ناقص حكينا مشتاقت اللن الاكس كم؟ واحد على اكس احسنته يلا هسا طلب السؤال نعود قديش يا جماعة الخير واحد اتوقع صح؟ لا اثنين اثنين طيب رح تصير واحد على اثنين ناقص واحد اللي هي واحد ناقص واحد على اثنين حلو؟ طبعا اضرب في اثنين اضرب في اثنين رح يطلب معك الناتج واحد على اثنين تمام؟ اللي هي كام؟ نص فالجواب تباحها هو نص اذا لما يكون جوا اللن قسمة بتفكهم لطرح اسهلك واذا كان ضرب لقسمة ايه اذا كان ضرب لقسمة اذا كان ضرب لجماعة يلا نشوف هاي مثلا طلب مني احسب المشتقة لاحظوا اول ثنتين على قاعدة الضرب صح؟ هاي الاول وهي الثاني هاي مشتقتها لحد اشي ثاني طيب نعمل اول اشي هذول الاثنين الاول اللي هو اكس تربيع ضرب شو مشتقت لن الاكس واحد على اكس زاد اكتب الثاني اللي هو لن الاكس ضرب شو مشتقت الاول واللي هو اثنين اكس تمام؟ نشطب اكس واحدة مع اكس واحدة شو رح يظل؟ اكس ضرب واحد اللي هي اكس زاد اثنين اكس وكتبها قبل اللن احسن اثنين اكس لن اكس حلو انتباه هو انا فيه تكملة لسه فيه ناقص بدنا نشتق هاي طيب الاقتران الاسي اللي هو اي اث اربعة اكس لما اشتقه بكتبه نفسه ضرب مشتقت الاوس يعني ضرب اربعة طب ما فيه قبل هواحد على اربعة حلو ضرب الاربعة الموجودة اللي هي مشتقت الاوس في اي اث اربعة اكس حلو؟ وشطب الاربعة في البسط مع الاربعة اللي بالمقام رح يظل الناتج اكس زاد اثنين اكس لن مشمالي مشعرف اكتبها لن الاكس ناقص واحد ضرب اي اوس اربعة اكس اللي هي اي اوس اربعة اكس وهذا هو المقدار تمام يا جماعة؟ اذا هيك احنا اشتقناها ندور على حلنا اكس زاد اثنين اكس لن اكس زاد اي اوس اربعة اكس هيها فرع دي الجواب تمام بتمنى يا جماعة تكونوا فهمتوا كيف حلناها حلو نيجي للسؤال اللي بعدي إذا كان Fx يساوي EX على 1 ناقص EX كم المشتقة؟ بده إياك تشتقها لكن على قاعدة القسمة تمام EX على 1 ناقص EX خلنشتقها فوق هنا Fx تساوي EX على 1 ناقص EX يلا بدنا نشتقها نحكي Fx تساوي بنميد خط القسمة بنكتب المقام تحت وشوفي علي يا جماعة الخير تربيع وبنكتب المقام كمان مرة فوق بدون تربيع ضرب نشتق البسط البسط EX شو مشتقتها؟ EX حلو ناقص إذا أنا بنكتب البسط اللي هو EX ضرب بنشتق المقام المقام طبعا 1 مشتقته 0 والEx بس عشان محها سالب بحط سالب EX ممتاز يلا هس بدك تعمل عملية التوزيع وهنا بدك تعمل عملية توزيع يلا طلعوا كيف EX ضرب 1 اللي هي EX ناقص EX ضرب EX طلع علي هون طلع EX لما تضربها في EX طلعوا شو بصير؟ بنكتب نفس الأساس E وبنجمع الأسس هون في واحدة X وهنا واحدة X شو بصيرو؟ ثنتين X إذا بتحطها X تربية بتكون هيك سطل أما إذا كتبتها ثنين X بتكون بطل ممتاز إذا EX ضرب EX شو بتطلع؟ E ثنين X حلو يلا هس السالب رح تفوت على الإي رح تصير سالب إي طب هون برضو فيه سالب رح تفوت على الإي فرح ترجع موجب إي تمام و إي أس إكس ضرب إي أس إكس بنكتبهم إي أس ثنين إكس على المقام نفسه وعليه تربية حلو طلع هون عندك سالب إي أس ثنين إكس وموجب إي أس ثنين إكس زي بعض شطبل إياهم شو بيظل؟ EX حلو على واحد ناقص إي أكس الكل تربية هاي الجواب فبنرجع للمسألة لا من تحت إي أكس على واحد ناقص إي أكس لكل تربية الناتج هو فرع دي ممتاز شوف السؤال اللي بعده إذا كان عندك إي وعليها جذر جذر الإي أس إكس فإن المشتقل الصفر كم تساوي؟ هون رح نطبق قاعدة الجذر التربيعي طلعوا كيف ف فتح للإكس تساوي منحط تحت الثنين ضرب نفس الجذر إي أكس وبنشتقل جوا الجذر فوقها شو مشتقت الإي أكس؟ إي أكس أحسنت يلا ها سدك تعوض مكان كل إكس صفر ركز معي شاطر ركز يلا ف فتح الصفر تساوي رح نحكي هنا إي أس صفر على ثنين ضرب جذر الإي أس صفر ويساوي إي أس صفر كم؟ واحد على ثنين ضرب جذر إي أس صفر كمان واحد جذر الواحد اللي هو واحد ضرب اثنين هاي اثنين بس وين؟ بالمقام فالجواب نص هاي فرع بي وصلت كيف؟ طبقنا قاعدة الجذر التربيعي يلا اللي بعديها عندك هنا كاتب لك لن الخمسة قوعك يخدعك هاي لن الخمسة فيش فيها اكس طب ما فيها اكس شو بتعملي هون؟ شو مشتقتها؟ صفر صح؟ هاي صفر بدون ما تشتاق لا ما تشتاق لأنه مشتقتها اللي بتعطيك صفر تمام؟ يلا نسبنا نشتاق ففتح الاكس هاي صفر مشتقتها خلص إي أس خمسة اكس بنزل الخمسة وهي إي أس خمسة اكس لأنه لازم أضرب في مشتاقة الأس صح؟ والأس مشتاقته خمسة فبتصير خمسة ضرب إي أس خمسة اكس هاي صدك تعود صفر رح تصير خمسة ضرب إي أس خمسة ضرب صفر طب خمسة ضرب صفر واللي هي صفر يا أستاذ؟ طيب إي أس صفر اللي هي واحد واحد ضرب خمسة إلا الجواب كم يا جماعة الخير؟ الجواب خمسة أحسنتم تمام؟ شو في سؤال عشرة؟ عندك إي تربيع مع الإكس تربيع تذكروا فيك مشتقت الضرب الدرس اللي قبل كان عندي سي تربيع مع إكس تربيع أو أ مع إكس تربيع عدد ثابت بنزله وباشطق الإكس تربيع بس هنا نفس القصة عندك إي تربيع محة إكس؟ لا إذن هاي عدد ثابت بنزلها زي ما هي إي تربيع الاكس تربيع شو مشتقتها؟ نزل لثنين وراها وأكس أس واحد يعني ثنين إي تربيع إكس هيها ثنين إي تربيع إكس هاي مش تخدعك تشتاقها؟ لا هاي مش قاعدت ضرب هنا ما في محة X فهي معامل بس بضرب الأس في المعامل 2 ضرب إي تربيع اللي هي 2 إي تربيع والإكس إطرح منها واحد بس ممتاز يلا هاي F الـ X تساوي لن إكس لكل تربيع بده المشتقل الصفر طيب لن إكس لكل تربيع هاي قاعدة قوس طلعوا كيف لن إكس لكل تربيع هاي قاعدة قوس يا سيد العزيز فرح هتيجي تشتقل إياها كالتالي بتنزل لثنين تمام بتنسخ القوس اللي هو اللين وبتطرح من القس واحد هي واحد ضرب شو مشتقت لن الإكس اللي هي بنعرف مشتقتها واحد على إكس ممتاز يلا الآن طلب السؤال تعوض كم واحد لا صفر صح لا شو صفر وان راحت F فتحة الصفر لا مش مفروض إنه أعوض إشي أصلا هاي F فتحة للإكس تمام هاي عدلوليها مش F فتحة الصفر F فتحة للإكس تمام فهنا رح يكون الحال كالتالي 2 ضرب لن إكس 2 ضرب لن إكس على بالمقام شو في عندك إكس هاي الجواب 2 لن إكس على إكس 2 لن إكس على إكس هاي ها فرعه تمام ممتاز يلا نشوف السؤال اللي بعدي سؤال 12 لاحظة جوا اللين عندي جدر تربيعي فلو أنا بدي أحلها زي ما أنا بحل قبل إنه جوا اللين فيه اقتران بدي أكتب الاقتران تحت في المقام وأشتقه فوق رح يصير 2 في الجدر وأشتقه لجوا الجدر كمان فوق يعني بيصير معك 3 طوابق طب ما فيه طريقة أسرع للحل طبعا فيه يلا أنا أستاذك يا جماعة الخير مالنا طيب اللغاريتم إن الأسس بترجع لورا بدون ما تشتقها هاي خصاص اللغاريتم صح إذا كان عندك زي هيك لق الخمسة للخمسة أس 3 مثلا بتقدر ترجحها بتصير 3 في لق الخمسة للخمسة أشتبهم الجواب 3 وهونا نفس الفكرة مع اللين عندك أس برجع لورا بدون ما تشتق بس رجع ليالا ورا فبيصير نص في لين الأكس تربيع ناقص 5 تمام لهون تمام هاي كلياتها لسه Y أنا ما شتقيت هسه بدي أشتقها يلا هاي DY على DX تساوي النص هنا معامل نزله ضرب عندي لين شو مشتقت اللين نكتب الاقتران اللي جواها تحت X تربيع ناقص 5 وبنشتقها فوق اللي هي كم 2X طبعا فيه اختصارات اللي هي 2 مع 2 بتروح طلب نعوض رقم كم 3 بس نعوض مكان هاي X تربيع 3 فرح يظل من فوق 1 1 ضرب 1 اللي هي 1 على 3 تربيحة اللي هي تسعة صح 9 ناقص الخمسة كم الجواب 4 فالجواب رح يطلع ربع الجواب اللي هو وين راح خمسة ربع ربع خمسة نشوف مرة ثانية نشوف خطأ من الخيارات يام الحل مرة ثانية الوس حكينا اللي هو رح يصير كامل داخل على الخارج 1 على 2 فبنرجح على ورا رح تصير Y تساوي 1 على 2 في لن X تربيع ناقص خمسة تمام هايها الان بدي انزل هس المشتقة DY على DX تساوي بنزل النص تمام اللن شو مشتقتو نفتح كسر نكتب لجوا اللن تحت X تربيع ناقص خمسة وبنشتق فوق شو بيصير 2 X بديش اختصر شوية خليها بدي عوض هس 3 يلا هاي عندك هون نص ضرب 2 ضرب 3 اللي هي 6 هاي فوق 6 على 3 تربيع منعوض 3 احنا صح عندما X ساوي 3 اه 3 تربيع اللي هي 9 9 ناقص خمسة كم 4 تمام اختصر 6 تقسيم 2 شو بيضل 3 فالجواب 3 على 4 ايوه انا خربطت معناته فهنا 3 على 4 الجواب فرع ممتاز يلا نشوف فرع 13 عندك Y تساوي LEN X تربيع بده المشتقة عند السالب 1 تعالوا نشوف هون الوس جاي على X بقدر رجع لورا صح فرح تصير Y تساوي 2 LEN X بدون ما اشتقها بس طبقت خصائص LEN انه الوس برجع لورا هس بشتق DY على DX تساوي رح يظل 2 ضرب شو مشتقة LEN 1 على X حلو تعال عوض للسالب 1 رح تصير 2 ضرب 1 على سالب 1 يعني قصدي 2 ضرب سالب 1 إلا الجواب سالب 2 ممتاز هيك بيكون انتهى الدرس الثالث اللي هو مشتقة الاقتران القسي عرفنا كيف نتعامل معاه هس رح نشوف سيد العزيز مشتقة الاقتران الجب والجتاء اللي هو الساين والكوساين يلا ركزوا معاي أول إشي السؤال بيحكي لك هاي F X أعطيني أنت F حل X المشتقة طيب 3 ساين رح تصير 3 cos x ناقص 2 cos الآن الان مشتقته سالب 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 يعني موجب 2 sin X فالجواب 3 cos زائد 2 cos 2 sin هاي هاي فرع ايه اللي بعديها عندك sin تكعيب لل 5 X أيوا هاي بدهم تشتق هاي مهمة sin تكعيب لل 5 X sin تكعيب لل 5 X لاحظوا انه التكعيب جاي على حرف N لما يجي التكعيب أو التربيع أو أي أسع حرف N بتشطبه وبتكتب لي على cos كاملة تمام فبصير هيك قاعدة cos بتطبق يلا تعالوا نشتقها بنزل الثلاث لورة وبنكتب نفس cos sin 5 X حلو الآن بدك تطرح من cos 1 شو بصير cos طب يا أستاذ عندك زاوية خليها زي ما هي تمام ضرب اشتقها جنبها 5 مرة ثانية شو عملت عندي هنا sin 5 X فنزلت sin هو عبارة cos واشتقته 5 X ما اشتقيتها جوه خليتها اشتقيتها جنبها صار الضرب 5 تمام طيب اذا اشتقيتها جوه حلق انتبه هس نضرب الاعداد اللي برا عندي خمسة وثلاث هذولا برا خمسة في ثلاث هاي خمسة عشر طيب هون عندك sin بتقدر ترجع الاس مكان ما اخدته كان هو على حرف N خلص رجال اياه حرف N تمام وهنا 5 X ضرب cos X انتهى الحل تمام بس شلت حرف الاس عن حرف N عشان اعرف انها قاعدة cos بعد ما اعرفت واشتقلت ها خلص رجح مكانها هاي الجواب 15 sin 5x cos 5x 15 sin 5x cos 5x منتاز يلا سؤال ثلاث عندك E cos بدك تشتاق ها الاقتران القسي مشتاقته انه بنكتب نفس ما هو E cos x ضرب بدك تشتاق القس شو مشتاقت sin اللي هي سالب sin طبعا مع التبسيط بترجع sin لورا فرح تصير سالب sin x في E cos x يلا اللي بعديها عندك 2 cos b على 2x بدك تشتاق هاي b عدد تمام زي هاي E بده اياك تشتاق ها حلو الآن الاثنين cos رح تصير سالب 2 sin لانه cos مشتاقته سالب sin وبحافظ على الزاوية b على 2x ضرب بشتاق الزاوية شمشتاقت x b 2x معاملها اللي هو b على 2 حلو الآن في طلاب انتبهوا انه في 2 برا وفي 2 تحت شطبناهم لكن بظلي جماعة الخير السالب يعني رح تظل سالب sin من b على 2x صح أنا اختصرت الزاوية اللي برا مع الزاوية اللي موجودة برا طلعت سالب sin لل b على 2x سالب sin b ايها سالب b sin على b 2x مظبوط ظلت b موجودة كمان هيها سالبة حلو يلا لبعدي عندي 6 sin لل b على 4 يلا انتبه اوعك السؤال يخدعك اذا في x شتاق ما في x شمشتاقت صفر احسنت طلع لي هون عندك 6 sin b على 4 طب وين x أنا مشتاقة مشتاقتها كم بتطلع صفر احسنت يلا اذا كان sin تربيع زائد cos تربيع جد للمشتاقة هذا السؤال وزاري واجه لازم تكون عارف انه sin تربيع زائد cos تربيع بشيل لهم بحط واحد بدي اشتاق بعد هيك بشتاق ما بدي اشتاق لبلاش طلع علي حسب السؤال إذا كان sin تربيع زائد cos تربيع أي ولحظة sin تربيع وcos تربيع شايف من قبل هاي متطابقة معناته بحط ما كان واحد طيب خلص اروح احط واحد لا كم السؤال فإن المشتاقة تساوي مشتاقت الواحد كم تساوي صفر احسنت إذا حطيت واحد بتكون سطل إذا حطيت صفر بتكون بطل ممتاز سؤال سبعة عندي لين cos 2x تمام الملقتان الرئيسي لين بدي اشتاق اللين مشتاقت انك تكتب لجو اللين تحت يعني cos 2x تمام اشتاق للكوس فوق الكوس هو سالد سين صح واكتب ل2x تمام ضرب مشتاقت ل2x اللي هي كم 2 فرح تصير سالب 2 sin 2x على cos 2x ممتاز يلا نشوف يا جماعة الخير اخر صفحة اذا كان x cos x فان المشتقلة x مش لصفر المشتقلة x كم تساوي يلا على قاعدة الضرب هاي الاول وهاي الثاني منحكي الاول زي ما هو x مشتاقت الثاني cos مشتاقت وسالب sin تمام زائد اكتب الثاني اللي هو cos في مشتاقت الاول اللي هي واحد صح طيب اعطي السالب لمن للا x راح تصير سالب x sin x زائد cos ضرب واحد واللي هي cos لل x فايها وين راح cos cos x x x x سالب سالب هناك وحطوا الموجة بمكان هناك بدلوا مكان هم فاهمين كيف تمام سالب ف t يساوي 2 sin 5 t بدل ما هي x صار t حلو عندي 2 نزلها sin مشتاقت cos cos للاستاذ سأخذ الزاوية جوا 5 سأشتاقها جنبها شو مشتاقت 5 5 ضرب الاثنين اللي هي 10 cos 5 نشوف اللي بعديها نفس الفكرة يا جماعة بدك تشير التربيع عن x وتكتب لي على cos تبح بس بدون الثلاث انتبه ثلاث بره cos كاملا cos يلا هسا هسا بدك تشتاقها فتحة x تساوي بتنزل cos في قبله ثلاث يعني 2 ضرب ثلاث اللي هي كام 6 اكتب نفس cos 2x تمام يعني نقص من cos 1 شو بيظل 1 ضرب بدك تشتاق cos شو مشتاق 3 cos اللي هي سالب sin حلو لستان حكا بحافظ على الزاوية ضرب بشتاق هجمها ممتاز هين ضربناها هسا بنا نشوف الاعداد اللي لحالهم يعني عندك 2 وعندك سالب وعندك 6 الـ 2 ضرب 6 12 وفيه سالب رح يصير سالب 12 حلو بتكتب cos ورجع 1 اصلا انسى 2x في sin 2x هاي الجواب سالب 12 cos 2x 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 هاي الناتج فينا ايه ممتاز يلا عنا السؤال رقم 11 sin 4 نفس الفكرة بتشيلها تحط اللي الاربعة على القوس تعال اشتقها بتنزل الاربعة تمام بنكتب نفس القوس sin 3x تمام اطرح من الاس 1 اللي هو 3 ضرب اشتق اللي جوا القوس طب اللي جوا القوس اللي هو sine شو مشتقت sine اللي هي cosine وبتنزل الزاوية زي ما هي وهو عقل تشتقها هون تشتقها جنبها ضرب 3 فبتضرب الاربعة في 3 شو بصير 12 وهي sine لل 3x تمام والأس طبعا من رجعه جوا على حرف الان في كوس 3x 12 sine تكعيب 12 sine تكعيب 3x في كوس 3x الجواب في راسي تمام يا جماعة ممتاز يلا هيا آخر سؤالين عندي هون 2 في كوسين الجذر طيب بده يعني أشتقها الآن 2 cos رح تصير سالب 2 sine أعطيت السالب للي 2 حلو نكتب الجذر نفس ما هو بنشتقه جنبيها اللي هي عبارة عن 2 جذر x ومشتقتها فوق اللي هي كم واحد الآن عشان أبسط الحلوة لقيه في الخيارات لازم أنتبه أنه فيه 2 برة و2 في المقام بيروثه بس مين بيضل السالب حلو فراح تصير سالب sine جذر x باكتبها بالبسط سالب sine جذر x في البسط وبالمقام مين جذر x هين حلناها سالب sine جذر x في البسط وفيه بالمقام جذر لل x هذا السؤال يسيد العزيز السؤال مهرات تفكير عليا ركز معي شوي طلعوا هذا السؤال معطيني أنه y تساوي هذا المقدار بحكي لي اثبت أنه مشتقت هذا المقدار تعطيك sine تربيع لل x تعالوا بلا نشوف طبعا بدنا نكون منذكرين النظرية اللي هي sine تربيع لل x زائد cosine تربيع لل x و تساوي واحد تمام الآن بدنا نشتاق قاسا رح نيجي نكتب dy على dx تساوي خلي النص هاي برا اشتاقل جوه القوس ال x شم اشتاقتها واحد ناقص هنا في قاعدة ضرب صح؟ فهذا الأول وهذا الثاني بدي افتح قوس عشان السالب يتوزع براحته فبنفتح قوس أولها بكتب الأول زي ما هو sine x ضرب بدنا نشتاق الثاني الكوسين شو مشتاقته سالب sine x حلو يلا زائد هسا منكتب الثاني ليش فتحت قوس أنا هيك بدون قوس هسا منكتب الثاني اللي هو cosine x تمام ضرب مشتاقت الأول شو مشتاقت الثاني ولا هي عبارة عن كوسين تمام حلو مسكر للقوس تمام هاي هيك احنا شو عملنا حكينا أنا زلت الواحد اللي هو مشتاقت الأكس ناقص الأول في مشتاقت الثاني زائد الثاني في مشتاقت الأول هسا بدي أضرب طلعوا يا جماعة شو بدي أضرب لما أحكي لك sine x ضرب sine x شو بيصيرو بيصيرو sine تربيع الأكس بنجمع الأسس وإذا كانوا كوسين كوسين x ضرب كوسين x شو بكتبهم كوسين تربيع الأكس تمام يلا فرح نيجي نوكتب هاي النص تمام في واحد زيد توزع السالب هون طب في كمان سالب سالب السالب شو رح يصيرو موجب وسين ضرب sine رح يصيرو sine تربيع الأكس حلو يلا وزع السالب كمان هون شو رح تصير رح تصير سالب كوسين ضرب cos اللي هي كوسين تربيع الأكس ممتاز يضا لحد هنا تمام الوضع الآن ما بقدر أحكي ساين تربيع وكوسين تربيع بشي لهم بحط واحد لا لأن شو في بناتهم طرح من القانون إيش بناتهم جمع أيوة طب لعد شو بنعمل يا أستاذ أنا بحكي لك هنا بدك توسع مداركك شوي يعني عندك هنا واحد تمام وعندك هنا سالب ساين تربيع تمام واحد مع مين مع السالب كوسين تربيع شو ما لهم هذول الاثنين طرح شو بقدر أعمل هس هون عندي ساين تربيع زائد كوسين تربيع يساوي واحد لو أنا بدي أنقول الكوسين تربيع ورا يعني بحكي سالب كوسين تربيع اكس سالب كوسين تربيع اكس وش طبها بتروح من هنا صح شو بيضل معك من هون بيضل معك السيد العزيز ساين تربيع الاكس تساوي بنكتب 1 ناقص ميل ناقص كوساين تربيع X هاي هي اللي رح تحدل لك السؤال شو يعني أستاذ هاي يعني إذا شفت 1 ناقص كوساين تربيع بشيلها شو بحط مكانها ساين تربيع وصلت طيب وين هال 1 ناقص هاي الواحد وهاي السالب كوساين تربيع طب أستاذ بعاد عن بعض عادي آه عادي طالما انه الواحد موجبة والكوساين تربيع سالبة بتقدر تلم الشمل شم النمل تمام؟ من لم شملهم شو بصيروا معك بصيروا معك ساين تربيع للإكس إذا شلت الواحد وشلت السالب كو ساين تربيع صاروا واحدة ساين تربيع طيب وفي أصلا كمان موجودة ساين تربيع من قبل ساين تربيع الإكس صح؟ تمام والثنتين مضربين في كم؟ مضربين في نص ممتاز فبنيجي بنحكي واحدة ساين تربيع واحدة ساين تربيع شو بصيرو؟ بصيرو ثنتين ساين تربيع وفي برا اصلا نص صح؟ هايو اشطب الاثنين مع الاثنين شو بظل الجواب؟ ساين تربيع الاكس بس هاي اثبتنا لانه فعلا المشتقة شو بتعطيك ساين تربيع للاكس هو فكرته بس بين كانت؟ انك تكون عارف انه واحد ناقص كساين تربيع وشو بتعطيك؟ ساين تربيع للاكس وهيك جماعة الخير منكون خلصنا حصة المراجعة هاي صحيح طولت عليك وتقريبا ساعتين وربع ساعتين ومعشرة زي هيك بلعكل ان شاء الله انه كانت هي بفايدة للكم راجعنا فيها الوحدة الاولى كاملة وراجعنا فيها الوحدة الثانية كاملة الآن زي ما حكينا هيك غطينا تسعين بالمية من الافكار بيظل عشرة بالمية بسيطات انك تحل مسائل من اتدرب واحد المسائل او من كتاب التمرين ولا تنسى تفوت في جروب الواتساب عشان ابعت لك الورق اللي حلنا ووراق العمل واجاباتهم وابعت لك امتحان الشهر الاول وامتحان الشهر الثاني تمام لهون؟ تمام ان شاء الله ما نكون قصرنا معاكو نشوفكم ان شاء الله بالوحدة الثالثة والله يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة